بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم في المباحث اللغوية وأن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وفعل وحرف فأما الاسم فقد تكلم عن كثيرٍ من مباحثه ومسائله فيما تقدم فذكر أقسامه وأنواعه باعتبار وحدة لفظه واعتبار وحدة مدلوله وما يتعلق بذلك من الأمور التي سابقت كالمشتق وغيره وأما الفعل فإن مباحث الأصوليين في دلائل الفعل قليلة وليست كثيرة ويكتفون بما يذكره اللغويون والنحويون في كتبهم من علامات معرفة الفعل وأنواع الفعل سواء كان ماضياً أو مضارعاً أو أمراً وإن كانوا يتوسعون في الأمر على سبيل الخصوص ولكنهم يتكلمون عنه ليس هنا في هذا الموضع وإنما عندما يتكلمون عن مباحث الأمر والنهي فيتكلمون عن صيغ الأمر بقي القسم الثالث وهو الحرف وقد أفرد المصنف رحمه الله تعالى عدداً من المسائل المتعلقة بالحروف ولذا سماها مسائل الحروف فجمع عدداً من المسائل وجعلها تحت هذا العنوان العام وهو مسائل الحروف والحروف جمع حرف وهي الألفاظ التي تتصل بالأسماء والأفعال والجمل بحيث أنها لا تدل وحدها على سبيل الانفراد على معنى تام بل لا بد أن يكون المعنى التام حال اتصالها بغيرها وعندما نقول إن الحرف لا يدل على انفراده بمعنى تام لأن له معنى على انفراده لكنه ليس تاماً مثل ما سيذكره المصنف بعد قليل في دلالة عدد من الحروف كالوا والفا وغيرها من الحروف بعد قليل وذكر مسائل الحروف مهمة وذلك أن الفقيه محتاج لمعرفتها أي محتاج لمعرفة معاني الحروف وذلك أن هذه الحروف تقع كثيراً في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فيحتاج الفقيه لمعرفة دلالة هذه الحروف ومعانيها كما أنها تقع كذلك في ألفاظ المكلفين فالمفتي والفقيه الذي سيتكلم محتاج لمعرفة الحكم المنبني على لفظ المكلفين ولذا فإني إن شاء الله في هذه المسائل التي سيريدها المصنف سأذكر في كثير منها مثالاً من أدلة الأصول وهي الأدلة التشريع من الكتاب أو السنة ومثالاً آخر من كلام المكلفين لتنزيل معاني الحروف عليها وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف من المسائل فإني سأورد مسألتين سهلتين المسألة الأولى أن العلماء يقولون وقد نص على ذلك الطوفي أن الأصل أن في كل حرف من الحروف أي حروف المعاني أن له معناً واحداً فقط وما عدا هذا المعنى فإنه يكون مجازاً فيه إن سميناه أو إن اعتبرنا المجاز كما هي طريقة أغلب أهل العلم إلا بعض الحروف التي عرض لها عارض فهذا الحرف الذي عرض له عارض كما سيأتينا إن شاء الله في الحرف الذي يلي الوا وهو الفا فإنه لما عرض له عارض اقتضى أن يكون له معنيان مجتمعاً وإلا فالأصل أن كل حرف له معناً واحد فقط وما عدا هذا المعنى فإنه يكون مجازاً ينقل إليه المعنى بدليل فلا ينقل إلى المجاز إلا بدليل المسألة الثانية أننا عندما نقول إنه ليس له إلا معنى واحد حقيقي معنى ذلك أنه لا يلتغي المعنى الثاني بل يبقى مدام معناً صحيحاً مستعملاً فإنه سمى معناً مجازياً يصار إليه بدليل أو قرينة دالة عليه فلا يلغى المعنى الثاني بل هو باق لكن حيث وجد الدلالة أقول هذا لما؟ لأن كثيراً من أهل العلم من المتقدمين ومن بعدهم عنوا بإفراد كتب كاملة لمعاني الحرف والكتب التي طبعت لكبار علماء اللغة كالزجاج وغير في معاني الحرف طبعت في وقتنا هذا تربو على عشرة كتب كلها في معاني الحرف بل هناك كتب أفردت لحرف والمعاني المتعلقة بهذا الحرف فاللام على سبيل المثال له معاني كثيرة سيأتي ذكرها والإشارة لعددها في محله نعم بدأ المصنف بأول الحروف وهو الواو والمقصود بالواو هنا الواو التي تأتي بين الأفعال أو تأتي بين الأسماء فإنها قال لمطلق الجمع المصنف هنا أجاد فإنه عبر بمطلق الجمع خلافاً لابن الحاجب فإنه عبر بالجمع المطلق والمصنف تبع في ذلك ابن مفلح والسبك في جمع الجوامع وهذا التعبير من المصنف رحمه الله تعالى بمطلق الجمع قالوا إنه أصوب لأنه يكون أكمل في الدلالة مثل ما تعرفون الحديث عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق والماء المطلق ومطلق الماء فلا شك أن مطلق الجمع أدق لأنه يدل على الجمع ولكنه من غير تقييد له بكونه جمعاً مرتباً ولا جمعاً فيه معية هذا معنى قول المصنف إنه لمطلق الجمع وهذا من الإصابة في التعبير خلافاً لابن الحاجب وقول المصنف رحمه الله تعالى إنها لمطلق الجمع معنى هذه الجملة أن الواو إذا جاءت بعد أفعال أو بعد أسماء فإنها تدل على اشتراك المعطوفات في الحكم وهذا هو مطلق الجمع وهو الاشتراك في الحكم لأن ما زاد عن ذلك وهو الاشتراك في الحكم مع الزمان سواء كان اشتراكاً أو ترتيباً فإن الزائد عنه زائد عن مطلق الجمع فهو مطلق جمع مع فهو جمع مع ترتيب أو مع معية إذن فالمراد بمطلق الجمع هو الاشتراك في الحكم دون الزمان أو غيره من الأمور الأخرى المتعلقة بالجمع في غير الحكم نعم قول مصنف لا لترتيب أي أن الواوى لا تدل على الترتيب في قول أكثر اللغويين وسيأتي إن شاء الله من قال ذلك ومن حكى فيه إجماعاً والمراد بالترتيب هو أن يأتي بالشيء بعد الشيء فيكون أحدهما متقدماً على الآخر فيكون اشتراكاً في الحكم مع ترتيب أي مع تقديم أحدهما على الآخر وهو نفي الزمن وأما المعية فالمراد بها هو الاشتراك في الزمان والحكم معاً فلو قيل إنها للجمع والمعية لكانا كذلك إذن قول مصنف لا لترتيب ولا لمعية يدلنا على أنه جمع على أنه لمطلق الجمع من غير النظر للجمع في الزمان أو الترتيب فيه وهذا معنى قولهم إنه مطلق الجمع لأن المعنى المشترك في هذه الأمور الثلاث هو مطلق الجمع نعم وقول مصنف عند الأكثر هذا هو الصواب أن أكثر اللغويين يقولون إنها لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية قالوا وقد حكى سيبويه في كتابه الكتاب هذا الحكم سبع عشرة مرة ينص على أنها لمطلق الجمع ولم يذكر أنها للترتيب ولكن عبر المصنف بالأكثر لأن بعض من اللغويين كما سيأتي عن الفر وغيره أنهم قالوا إنها تفيد الترتيب ولكنه ضعيف ضعفه جمع من المحققين نعم وكلام أصحاب لا يذكر على أن الجمع في المعية نعم قول المصنف وكلام أصحابنا يعني كلام بعض أصحابنا يدل على أن الجمع المعية يعني أنهم يعبرون بالمعية ويقصدون به الجمع وممن نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ذكر في كتاب الصلاة أن المعية تقتضي المشاركة ولا تقتضي المقارنة في كثير من ألفاظ الشرع وهذا يدل عندهم على أنهم يستخدمون المعية بمعنى مطلق الجمع ولا يجعلون المعية معناها الاشتراك في الحكم والزمان معا كما ذكرت لكم عن ابن القيم رحمه الله تعالى في تطبيقه لبعض المعاني من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذن هنا قول مصنف وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية بمعنى أنهم يستخدمون المعية بمعنى الجمع ويحملون على ذلك بعض النصوص الشرعية الواردة فيه نعم وذكر في التمهيد ما يذن على أنه إجماع أهل اللغة لإجماعه لأنه في أسماء مختلفة كواهل جمع ويارس تثنيه المتنائية نعم قول مصنف وذكر في التمهيد يعني به أبا الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى وغيره أي غيره من الأصليين كابن عقيل وغيره قال ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة حكى جمع من اللغويين ومن الأصليين الإجماع على أن الواوى إنما تفيد مطلق الجمع إلى الترتيب وممن حكاه من اللغويين أبو عري الفارسي والسيرافي والسهيلي صاحب الأمالي وهذا الإجماع الذي حكاه هؤلاء منقوض بخلاف عدد من أكابر أهل اللغة الذين حكوا خلافه وهو أنه يقتضي الترتيب وممن حكى ذلك أو حكى الخلافة فيه ابن هشام في كتابه مغن اللبيب وفي غيره من كتبه نقل عن الفر وعن الكساب وعن غيره من أهل اللغة أنهم يرون أن الواوى تفيد الترتيب وأنها لغة لكنها ضعيفة ومهجورة إذن فالقول بأن الواوى تفيد الترتيب هي لغية ولكنها لغة ضعيفة ومهجورة والغالب في الاستخدام عدم إفادتها للترتيب ثم دلل على ذلك أي دلل صاحب التمهيد وهو أبو الخطاب على أنها تستخدم الواوى لمطلق الجمع لا للترتيب بدليل لغوي وهو قوله لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة قوله لإجماعهم أي لإجماع أهل اللغة أنها أي الواو في الأسماء المختلفة يعني عندنا مصطلحان لأبين هذه المصطلحين ثم نرجع لهذه الجملة عندنا الأسماء المختلفة وعندنا الأسماء المتماثلة عندما تقول في الأسماء المختلفة أولا أن تعدد أسماء متعددة وبينها قاسم مثل هذا محمد بن هارون وهذا محمد بن خزيمة وهذا محمد بن جليل فهذه أسماء مختلفة محمد ومحمد ومحمد فإذا جمعت هذه الأسماء في اسم واحد سميت هؤلاء ب المحمدون فتقول هؤلاء المحمدون إذن الأسماء المختلفة أن تأتي بأسماء أعلام ثم تعطف بينها بالواو هذا محمد بن خزيمة ومحمد بن جرير ومحمد ابن هارون وهؤلاء المشهور عند المحدثين بالمحمدون الثلاثة فيقول أو نقل أبو الخطاب أنك إذا جئت في الأسماء المختلفة بالواو هذا محمد ومحمد ومحمد ثم أبدلتها بواو الجمع في الأسماء المتماثلة فقلت هؤلاء المحمدون دلنا على أن الواو إنما يقصد بها العطف للترتيب فقد تقول جاء محمد ومحمد ومحمد ثم تقول جاء المحمدون فكلمة جاء المحمدون لا تقتضي ترتيب تقديم الأول على الثاني على الثالث لأنها جمعت في اسم متماثل واحد هنا فائدة لغوية أو ليست لغوية وإنما أدبية جمع بعض أهل الأدب كتابا أسمى المحمدون من الشعر جمع فيه عددا من المحمدين من الشعر ومن الأدباء وهو القفطي صاحب الكتاب وقد طبع في الهند قديما وهذا الكتاب وهذا الكتاب يعني فيه نكت قد لا تولد في غيره من كتب التراجب إذن هذا معنى قوله لإجماعهم أنها أي الواو في الأسماء المختلفة مثل قولنا جاء محمد ومحمد ومحمد كواو الجمع في الأسماء المتماثلة مثل جاء المحمد قال ويا التثنية ياء التثنية مثل أن تقول رأيت زيدا أو رأيت زيد بن فلان وزيد بن فلان ثم تقول رأيت الزيدين فهنا ياء تثنية لما كان اثنين فواو الجمع إذا كانت الأسماء المختلفة عددا وفي التثنية إذا كان اثنين فإذا قلت رأيت زيدين أو الزيدين فإنها بمعنى رأيت زيد بن خالد وزيد بن فلان هذا معنى قوله ويا التثنية في المتماثلة أي في الأسماء المتماثلة قال واحتج به ابن عقيل وغيره هذا يدل على قوة هذه الحجة لأن ابن عقيل احتج به ولم ينتقده قال وفيه نظر قول المصنفون وفيه نظر تبع فيه ابن مفلح فإن ابن مفلح نظر هذا الدليل واختصر التنظير بقوله لجواز ذلك مع كونه للترتيب هذا مختصر ما ذكره ابن مفلح قال لجواز ذلك مع كونه للترتيب ما معنى كلام ابن مفلح ابن مفلح يقول لو أن الأسماء المختلفة عطف بينها بما يقتضي الترتيب وهو ثم فإنه يجوز أن تأتي بدلها باسم متماثل رأيت محمد بن فلان أو نقول جاء محمد بن فلان ثم جاء محمد بن فلان ثم جاء محمد بن فلان فهذه تقتضي الترتيب لأنك عطفت بينها بثم التي تقتضي الترتيب يصح أن تستبدلها بالاسم المتماثل فتقول جاء المحمدون فلما كان الاتيام بالاسم المتماثل أو في الأسماء المتماثلة يصح أن يؤتى بها في المرتب وفي غير المرتب فإن الاستدلال هنا في غير محله ونقول إنما هو استعمال أهل اللغة وهو المقدم فهو أولى من الاستدلال وهذا يدلنا على أن الأصل في المباني اللغوية إنما هو السماع في تنزيلها على معانيها نعم نعم بدأ بالقول الثاني في مسألة الواو قال وقال الحلواني العلماء بعضهم وهذا من مشتبه النسبة الحنفي حلواني والحمبلي حلواني ضبط نسبة الحلواني ابن رجب في ترجمته في ذير الطبقات قال وقال الحلواني يعني به أبا الفتح لأنه هو الأب والابن فليغلب على ظني أنه يقصد أبا الفتح لأن هذا القول نسب لكتاب الهداية كما في المسودة قال وثعلب من أصحابنا ثعلب من إمة اللغة المعروفين وقوله من أصحابنا يعني أن الاثنين من أصحابنا فالحلواني من الحنابلة وثعلب كذلك من الحنابلة وهذا الصحيح فإن ثعلب اللغوي وغلامه كذلك كلاهما من أصحاب الإمام أحمد الذين جالسوه وانتفعوا بعلمه ولذلك فإن الحنابلة يعدون هذين الاثنين من الحنابلة ومر معنا أن ابن فارس يصنف من علماء المالكية وغيرهم من علماء اللغة يعني قد يكون منتسبا لمذهب مثل الأزهري لا شك أنه شافعي مذهب ولذا ألف الكتاب المهم كتاب الزاهر وأهم منه كتاب تهذيب اللغة كتاب تهذيب اللغة للأزهري هذا من أهم الكتب التي ألفت في اللغة طبعا عده عد ثعلبا من الحنابلة غير المؤلف كثير ومن أقدمهم في من وقفت عليه ابن أبي يعلى في الطبقات فقد ذكر ترجم لثعلب ولغلامه معا قال وقال الحلواني وثعلب من أصحابنا وغيرهما من النحات والشافعية قوله وغيرهما من النحات من النحات يقصد بهم اللغويين وقد نقل ذلك عن الفرى وعن الكساء وهو من أئمة الإسلام في القراءة والنحو واللغة وغيرها وقال به كثير من الكوفيين وبعض البصريين وإن كان الأغلب عند البصريين أنها لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الجم فقط قال والشافعية هذه الجملة وهي قول مصنف والشافعية يدل أو ظاهرها يدل على أن الشافعية كلهم يرون الترتيب وهذا غير صحيح وإنما الشافعية لهم قولان في المسألة وقد نسب للشافعي أنه يرى الترتيب من نصه وقد أنكرت هذه النسبة للشافعي فلا يثبت أن الشافعي قال إن الواوة للترتيب وقد أطال أبو إسحاق الإسفرايني في رد هذا القول وأنه لا يصح أن ينسب للشافعي ولا القول بأنها للترتيب قال إنها للترتيب بمعنى أن المعطوف يكون في الزمان بعد المعطوف عليه فيشتركان في الحكم وليس مشتركين في الزمان وإنما بينهما ترتيب ولا يلزم الترتيب أن يكون متواليا فقد يكون متراخيا وقال أبو بكر إن كان هناك واحد من المعطوف والمعطوف عليه شخصاً في صحة آخر كآية النوم نعم قال أبو بكر المقصود بأبي بكر في الغالب عند الحناب الله يقصد به أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الذي هو مشهور بغلام الخلال صاحب كتاب التنبيه وزاد المسافر وغيرها وقلت إنه في الغالب لما لأن بعضاً من العلماء كالمرداوي في الإنصاف نقلاً عن الحارثي ذكر أن المقنع أن صاحب المقنع كثيراً ما يطلق أبو بكر ويعني به الخلال ولكن الأصل عند الحنابلة إذا أطلقوا أبو بكر فيعنون به غلام الخلال الذي يسمى أبو بكر عبد العزيز قال وقال أبو بكر يعني به عبد العزيز بن جعفر إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطاً في صحة الآخر فللترتيب مثاله كآية الوضوء وإلا فلا فليس للترتيب هذا القول ذكره أبو بكر عبد العزيز كما نقله عنه الشيخ تقييدين في مواضع كثيرة من كتابه التنبيه وأطال عليه في موضع الوضوء وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعب فالواو التي بين هذه أعضاء الوضوء الأربعة هل هي للترتيب أم لا فذكر هنا أبو بكر أنها للترتيب في هذه الآية ووجهه قال لأن كل واحد منها شرط لما قبله فلما كان ما قبله شرط له فإنه يكون للترتيب طبعا هذه المسألة وهي هل الواو الأصل فيها أنها هل الواو تدل على الترتيب أم لا ينبني عليه الكثير من الأحكام منها آية الوضوء فآية الوضوء فنقول إنها تدل على الترتيب بين الأعضاء وإن لم تكن الواو دالة عليه والدليل على ذلك ذكر ممسوح بين مرسولات لأن عادة البلغاء أنهم يجمعون المتماثلات ثم يذكرون المغايرات وقد ذكر الله عز وجل ممسوحا بين مغسولات فبحثنا فلم نجد لذلك معنى ولا علّة إلا الترتيب فنقول إن دلالة الترتيب ليست دالة بالواو وإنما يدل عليها معنى آخر وهو ذكر الممسوح بين المغسولات وأما مالك فقد استمسك بالأصل وهو أن الواو لا تدل على الترتيب فاستدل بذلك على أنه لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأما فقهاؤنا فاستدلوا بأمر آخر كما ذكرت لك كما أننا نستدل بأمر آخر نقول إن العطف هنا عطف للحكم فإن الله عز وجل ذكر في أول الأفعال الفاء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والفاء تدل على الترتيب والتعقيب معنى فنقول إن الأعضاء التي بعده فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فهي معطوف عليها في الحكم فيجب أن يكون كل عضو من بعد ذلك معطوف على الأول فيجب فيهم الترتيب والمولاة من باب العطف على حكم الذي أثبته الذي ثبت عندنا في قوله فاغسلوا حيث أثبت فيها الفاء إذن هذا ما يتعلق بالآية من كلام المكلفين نذكر مثالا أو مثالين لو أن رجلا قال لامرأته إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق فإن دخلت الدار قبل تكليم زيد طلقت بلا إشكال فإن كلمت زيدا قبل دخول الدار نقول تطلق كذلك لأن الواو تدل على الجمع ولا يلزم منها الترتيب بين دخول الدار وبين تكليم زيد كذلك لو أن رجلا في مرضه المخوف قال في عطيته وهنا عبرنا بالمرض المخوف ولم نقل إنها وصية لأنكم تعلمون الفروقات بين الوصية والمرض المخوف الأربع التي ذكرها الموفق في آخر كتاب الوصايا من العمدة منها أن الوصايا تتزاحم بينما العطايا التي تكون في المرض المخوف فإنه يقدم الأول قبل الثاني لأنها لها حكم الهبات لو أن رجلا في مرضه المخوف قال أعتقت زيدا وعمرا من مماليكي ثم ضاق الثلث عنهما فهل نقول إنه يعتق الأول دون الثاني أم يعتق منهما جميعا ما يخرج من الثلث نقول الثاني وهو أنه يعتق منهما جميعا نسبته من الثلث لأن قوله أعتقت زيدا وعمرا من عبيدي أو من مماليكي الواو هنا لا تدل على الترتيب وإنما تدل على على وإنما تدل على مطلق الجنب بخلاله لو قال أعتقت زيدا ثم قال بعد ساعة أو بعد نصف ساعة وأعتقت عمرا أو قال أعتقت عمرا فإنه يخرج الأول دون الثاني نعم هذا هو الحرف الثاني وهو الفاء والفاء هذا من الحروف التي لها حكم خاص بها كما أشار بعض أهل العلم فقالوا إنه قد عرض لها عارض هي الحرف الذي عرض له عارض فأوجب له معنيين فاقتضى هذا الحرف معنيين وإلا فالأصل أن له معنى واحدة وذلك أن المعنين هما الترتيب والتعقيب ما هو العارض قالوا إن الفاء التي يؤتى بها للعطف فيها شبه بالفاء في جواب الشرط وجواب الشرط يلزم فيه الترتيب بعد المشروط فلذلك نقول إن الفاء لشبهها بالفاء الأخرى وهذا هو العارض وهو الشبه بفاء جواب الشرط جعلنا لها معنيين بدلا من المعنى الوحد وهذا ذكره الطوفي لبعض كتبه وذلك أن الطوفي شرح قطعة من المحرر شرح فيها فقط المسائل التي تبنع الحروف من باب الطلق وشرحها بشرح متوسع لا يكاد يوجد عند غيره في هذا الشرح فأطال في دلائل الحروف ومعانيها وما ينبني عليها ونقول الحكمة في دلائل المعاني عليها نعم قال والفاء للترتيب مر معنا ما المراد بالترتيب قال والتعقيب المراد بالتعقيب بمعنى أن يكون الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه من غير تراخ ولا مهلة طويلة وإنما يكون عقبه والتعقيب عندهم أي عند فقهائنا مرده إلى العرف يختلف من مسألة إلى مسألة بحسبها ثم قال الشيخ في كل شيء بحسبه بمعنى أن ترتيب كل شيء بحسبه فالزمان بين ابتداء المرتب والمرتب عليه يطول ويقصر بحسب نوع الشيء وبحسب عرفه ولذلك لما جاءوا في أعضاء الوضوء وقالوا إنها تدل على الترتيب للمعنى أو الدليل ذكرته لكم قبل قريبا وهو العطف على الفائ وما بعدها فإنهم قالوا إن الضابط فيه مرده إلى العرف وبعضهم قال إلى أن يجث العضو الأول باعتبار أن هذه علامة واضحة فيه ومثله كل شيء يقتضي التعقيب مثل من سلم من صلاة ثم انفتل ثم انتبه إلى أنه سلم عن نقص ركعة فأكثر فإنه يجب أن يرجع مباشرة وأن لا يطيل الفصل نعم والكلام في قوله في كل شيء بحسبه طويل نعم طيب قبل أن يبدأ المصنف في قوله من مر معنا في من دلائل القرآن الدلال على الثاء في آية الوضوء إذا قلنا إنه عطف عليه لكن من أمثلته في كلام المكلفين لو أن رجلا أقر على نفسه فقال لفلال علي درهم فدرهم فهل يلزمه درهم واحد الآن أم يلزمه درهمان نقول يلزمه درهمان لأنها تفيد التعقيب مع الجمع ترتيب وتعقيب ومثله لو قال رجل لامرأته هي طالق فطالق فالمذهب أنها لو قال هي طالق فطالق فطالق فالمذهب أنها ثلاث إلا أن ينوي واحدة تذكرون في كتاب الطلاق لنا إن ألفاظ الطلاق ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع نوع يقع ثلاثا مطلقا سواء نوى واحدة أو لم ينوي ونوع تقع به واحدة مطلقة ولو نوى ثلاثا ونوع يقع به ثلاث إلا أن ينوي واحدة ونوع يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا وهذه مرت معنا في كتاب الطلاق نعم من؟ وابتداء لغاية تقيقة من أصحابنا وابتداء لغاية نعم بدأ يتكلم مصنف عن من ومن هنا من التي يؤتى بها قال لابتداء الغاية معنى قول ابتداء الغاية يعني ابتداء الغاية التي سينتهى إليها فإن الغاية لها ابتداء وانتهاء فالابتداء تكون بمن والانتهاء تكون بإلى وحتى ونهوها فمن تكون لابتداء الغاية الغاية هذه قد تكون غاية مكانية وقد تكون غاية زمانية أضرب مثال الإثنين معا فمن قال ذهبت من الرياض إلى مكة من الساعة السادسة إلى الثانية عشر فإننا في هذا المثال جمعنا الأول الأول وهو الغاية المكانية وهذا باتفاق اللغوين أن من تدل عليه والثانية الغاية الزمانية وهذا قول كثير من أهل العلم خلافا لبعض أو كثير من البصرين فإنهم ينكرون ذلك طيب قال الابتداء الغاية حقيقة قوله حقيقة يعني أن ما عداها من المعاني مجاز فالأصل أنها تكون لابتداء الغاية ولا ننقلها لغيرها إلا حيث دل الدليل وهذا الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى وبناء على ذلك فإن قولهم الابتداء الغاية يقابلها انتهاء الغاية فمن نقيضها إلى لأن هذا الابتداء الغاية وهذا لنقيضها قال عند أصحابنا أي عند الحنابلة وأكثر النحاة طيب قبل أن ننتقل القول الثاني قوله عند أصحابنا يقصد بهم الحنابلة وهذا كلام المصنف تبع فيه ابن مفلح ويحتاج إلى أيضا تأمل لأنهم دائما يقولون يجمعون بينهما فتحتاج إلى تأمل يعني تأكد من نص على ذلك غير ابن مفلح أو قبل ابن مفلح لكن قوله مصنف أكثر النحاة فهذا صحيح فإن أكثر النحاة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية وفي غيرها تكون مجازة وقد أنكر ابن السمعاني في قواطع الأدلة جعل استخدام الفقهة لها كاستخدام النحويين فقال إن استخدام النحويين يكون لابتداء الغاية في الأصل وأما الفقهة فالأصل عندهم أنها للتبعيض وذلك يقول هذا كلام النحوين فيما بينهم وأما الذي تعرفه الفقهة فهو لابتداء الغاية والتبعيض معا وكل واحد في موضعه حقيقة وإذلك أنا أقول لكم أغلب الذي وقفت عليه من الحنابلة وتحتاج إلى مراجعة ولا أستطيع أن أجز من الآن إلا بعد مراجعة أغلب من وقفت عليه من الحنابلة يقول إن من هي للمعنين هي حقيقة في الأمرين في التبعيض وحقيقة في أيضا ابتداء الغاية معا فإذا صح الستدال بهما فتكون من باب المشترك في المعنيين معا من الأمثلة الفقهية التي أو من الأمثلة لتطبيق هذه القاعدة أنها الابتداء الغاية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الثابت في الصحيح حينما قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النر فقول النبي صلى الله عليه وسلم من الإزار من هنا ابتدائية بمعنى من ابتدأ ابتدأ الإزار ابتدأ الإزار من هذا الموضع فإنه يكون في النار وقد فهم بعض الناس أنها تبعيضية وبناء على ذلك فإن الذي يكون في النار إنما هو الإزار وقد جاء أن رجلا سأل نافع عن مولى بن عمر رضي الله عنهما لما روى هذا الحديث فقال أمن الكعبين أو من الإزار فقال وما ذنب الإزار وإنما أراد اللحم والعظم فدل ذلك على أن من هنا إنما هي لابتداء الغاية وليست للتبعيض للإزار خلافا لمن ظن ذلك من الروا من أمثلة تطبيقها على المكلفين أنها لابتداء الغاية لو أن رجلا قال لزوجه هي طالق في أول أو قال هي طالق أول ما نقول فيه من الظرفين تغير المعنى هي طالق أول يوم من رمضان إن قلت إنها تبعيضية فقد تطلق في أول اليوم وسطه وآخره فيكون من باب التردد وإن قلت إنها ابتدائية فإن من أول دخول رمضان بغروب شمس آخر يوم من شعبان تطلق المرأة منه وذلك عللوا بأنها تطلق من أول يوم من رمضان لأن من في قوله من رمضان ابتداء لابتداء الغاية وقيل حقيقة في التبعيض نعم قول مصنف وقيل حقيقة في التبعيض هذا القول الثاني الذي نقله المصنف عن ابن عقيل وسأتكلم عن رأي ابن عقيل بعدها قليل تحتمل معنيين إما أنها حقيقة في التبعيض مجاز في ابتداء الغاية وهذا غير مقبول وتحتمل أن تكون حقيقة في الإثنتين وهذه متى لو كان قال المصنف وحقيقة في التبعيض لقلنا إنها معطوفة لكن لم يقل ذلك المصنف طيب قال وقاله ابن عقيل أي أن ابن عقيل قال هذا القول ابن عقيل في الواضح لم يقل هذا الكلام لم يقل هي حقيقة إن هناك قول أنها حقيقة في التبعيض وإنما قال إن من لابتداء الغاية وقد تستعمل وتدخل في الكلام للتبعيض فسياق فسياق كلام ابن عقيل لم يحكيه قولا والأمر الثاني لم يحكي أنها حقيقة في التبعيض مجاز في غيره وإنما قال تدخل في الثنتين فتكون حقيقة في الجميع فيكون موافقا لقول الذي نقله ابن السمعاني عن الفقهاء والمسألة تحتاج لتدقيق في هذه المسألة لعله أن يكون بعد ذلك طيب على العموم إذن صار عندنا قولا في التبعيض قيل إنه إن من حقيقة في التبعيض وقيل إنها مجاز فيه من الأمثلات على ذلك التي استخدمت فيها من للتبعيض قول الله عز وجل في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أبو حنيفة رحمة الله عليه قال إنها لابتداء الغاية وبناء على ذلك فيجوز التيمم بكل شيء وأما فقهاؤنا كما نصع ذلك الزركشي ونقله عنه كثيرون ومنهم منصور في الكشاف أن من هنا إنما هي تبعيضية ونقل عن الزمخشري أنه قال إن هذا من الغلط غير المقبول أن تقول إن من هنا لابتداء الغاية لكن قد يقال وهو محتمل في اللغة إذا قلنا إن من من باب المشترك اللفظي فقد تكون محتملة المعنيين وبناء على ذلك فلا بد أن يكون التيمم مبتدأ به الصعيد وأن يحمل جزء منه إلى الوجه واليدين فلا يصح التيمم إلا بتراب له غبار ولا يصح برمل ولا بحجر ولا بما ليس من الأرض كنخالة الخبز ونخالة الخشب ونحو ذلك وذلك لا مانع بأن يكون من حقيقة في الثنتين وهو ظاهر كلام أصحابه وإن كان قالوا صرحوا بأنه للتبعيد فنقول هي تبعيد وابتدائية كذلك والقرآن حمال أوجه كما تعلمون كما ثابت ذلك عن ابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهما نعم نعم قول مصنف في التبين يعني أنها حقيقة في التبين مجاز في غيره وهذا القول الذي ذكره المصنف هنا هو الذي جزم به الطوف وغيره من فقهائنا وجزم به من قبلهم الرازي في المحصول وقال إنه حق ومعنى قوله إنها للتبين بمعنى أن من حقيقة مشتركة في التبعيض وحقيقة مشتركة أيضا في التبعيض وفي ابتداء الغاية وفي كل المعاني المنقولة عنها والمعنى المشترك شوف كيف والمعنى المشترك في التبعيض وفي ابتداء الغاية هو التبين هو التبين فتبين بد السراية إذا كان في طريق أو تبين ما منه الجزء إذن فقوله للتبين يدل على أنها تكون معنى مشتركا بين الحقيقة بين عفونا التبعيض وبين ابتداء الغاية والمعنى المشترك بينهما هو التبين وقد أطال في الإبهاج في تقرير هذا القول والتدليل عليه وذكر كثير من الآيات التي جاءت به نعم والظاهر أنه كذلك يعني ما ذكره هنا أن للتبين الظاهر هو الأقرب باستعمال فقهائنا كما نقلت لكم عن الشيخ تقي الدين وغيره نعم وإلى الهذا الذي هو حرف الجر ويكون مقصورا وليس ممدودا يعني برسم مقصور وهي حرف وليس المراد بها الاسم وأما الاسم فإنه يتغير معناها حينئذ قال الانتهاء الغاية أي الانتهاء الغاية الزمانية والمكانية كما تقدم معنا نعم وبتداء الغاية الذات نانو عبادتنا ما بعدها من أصح وباقى لنا نعم هذه مسألة مهمة جدا وينبني عليها الكثير من الأسئلة وهي دخول الحد في المحدود الغاية لها ابتداء وهو من ولها انتهاء الغاية وهو حتى وإلى طيب الحد سواء كان في ابتداء الغاية أو في انتهائها هل يدخل في المحدود أم لا هذه المسألة المشهورة جدا التي تكلم عنها اللغويون والفقهاء كلاما طويلا المصنف قسمها إلى قسمين فقال إنه في ابتداء الغاية داخل ولم يحكي فيه خلافا فقال الشيخ وابتداء الغاية داخل أي أن الحد المذكورة في ابتداء الغاية داخل ذهب يعني نقول مثلا هي طالق من أول ليلة من رمضان من هنا لابتداء الغاية فيدخل الحكم من رمضان إذن فابتداء يبرقون بين هاتين بين هاتين المصطلحين أنهم إذا عبروا بفي فمعناه أن المسألة فيها وجهان عن الأصحاب وإن عبروا بعلا فمعناها أن فيها روايتين عن الإمام أحمد وذلك هم دقيقون في التعبيد طيب قول المصنف في الأصح عائد لكلا المسألتين وهي ابتداء الغاية وانتهائها فيكون في كلا المسألتين خلاف ولكن المصنف لم يورد بعد ذلك إلا الخلاف في انتهاء الغاية وسكت عن ذكر الخلاف المذكور في ابتداء الغاية وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال القول الأول الدخول مطلقا وهو ما حكاه المصنف أو مفهوم كلام المصنف في قوله الأصح والثاني أنها لا تدخل وهو منطوقه والثالث الذي يحكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر نعم قال وفاقا لمالك والشافعي أنهما يقول نفس الحكم وأما أبو حنيفة فإن له تفصيلا فيقول إذا قامت الغاية بنفسها لم تدخل كأن يقول بعتك من هنا إلى هنا فلا يدخل الحد وإن لم تقم بنفسها فإنها تدخل نعم وقال أبو بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود من المرافق دخلت وإن لا ثلاث نعم هذا كلام أبو بكر قال إذا كانت الغاية أي ما بعد إلى من جنس المحدود كقول العزيز جل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق تدخل لأن المرفق من جنس اليد فإن اليد تصدق على الكف وعلى الذراع وعلى العضد والمرفق هو من اليد فلما كان من جنسه وجزء منه فإنه حينئذ يدخل وهذا الذي دل عليه الحديث فقد جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى ثم أدار يده على مرفقه فغسل مرفقه وأما استدلال أصحابنا فإنهم يقولون الآية لا تدل على وجوب الغسل وإنما السنة هي التي دلت طيب الآية نقول إن الآية في قوله وأيديكم إلى المرافق إلى هنا جاءت معنى مع إذ الحروف يقوم بعضها ما قام بعض الحروف الجر بعضها يقوم ما قام بعض فهنا جاءت معنى مع لا بمعنى الحقيق لإله هذا استدلال فقهائنا في الآية قال دخلت وإلا فلا وإلا فلا تدخل مثال ما لا تدخل فيه قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل فالصيام في النهار والليل ليس من جنسه فدل على أنه يجب لا يدخل منه فيفطر أو تنقضي الصيام قبل لكن لو قال ثم أتم الصيام إلى العصر فالعصر منه فيلزم الإمساك لأنه جزء من النهار نعم نعم قال وحكاه القاضي عن أهل اللغة هذا اللي ذكره المصنف ولا أدري أين حكاه فقد رجعت العدة لم أجده في العدة بل وجدت أن القاضي في التعليق صرح بأن أهل اللغة يقولون بخلاف ما ذكره عن أبي بكر عبد العزيز من المساء المبنية على هذه في قضية مقدار السعي بين الصفا والمروة فإن الفقه يقولون إن السعي بين الصفا والمروة هو واجب الأدلة التي تدل على التقيب بهما ابتداء وغاية ولا يجب رقي الصفا والمروة إنما هو مسنون ثم بعد ذلك قدروا حد الإجزاء فقالوا هو أن يلصق عاقيبه بجدار الصفا أو بجبل الصفا ثم يسعى في بطن الوادي إلى أن تصل أطراف أصابعه للمروة فيكون حينئذ قد أتم سعيه لأن الحد لا يدخل في المحدود نعم وعلى المسكين طبعا أذكر أمثلة من كلام المكلفين الأمثلة من كلام المكلفين كثيرة جدا 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 ومن أطال في ذكرها ابن عبد الهادي في كتاب زينة العرائس ذكر أمثلة كثيرة نضرب أمثلة لها من أمثلة لو أن رجلا قال لامرأته حالفا بطلاق أو بيمين ألا تخرج إلى العرس فخرجت قاصدة العرس وقبل أن تصل إلى بيت الأفراح أو قصر الأفراح رجعت فهل يحنث بذلك وتطلق إن كان تعليقا المذهب نعم لأن إلى ما بعدها ليس داخلا فيما قبلها وحينئذ تطلق به فتبنى على هذه المسألة وغيرها من المسألة التي أوردوها كثير مثل يعني لو قال أن تطالق من واحدة إلى ثلاث فكم تكون من طلقة ذكر فقهاؤنا كما في الكشاف وغيرها أنها تطلق طلقتين فقط لأن ثلاث ليست داخلة فيما قبلها وهكذا نعم أمثلة كثيرة جدا نعم نعم قال وعلى للاستعلاء وهذا كثير في كتاب الله عز وجل خبرا وحكما فالخبر مثل قول الله عز وجل كل من عليها فان عليها أي على على الأرض وكان فوقها وهذا يدلنا على أن دلالة على تدل على العلوب والاستعلاء وأخذ بها علماؤنا في إثبات علو الله عز وجل من الاستواء ثم استواء على العرش فإن الاستواء من لوازمه وقيل من معانيه العلو فالعلو من صفاته جل وعلا نعم نعم قال قال الشيخ إن علي تفيد الاستعلاء هذا إفادتها الخبرية وأما إفادتها الإنشائية فإنها تفيد الإيجاب بمعنى أنها تفيد خبرا وحكما وهو الإيجاب إذن فلها فائدة خبرية وإنشائية نبدأ بالخبرية وهي الاستعلاء نطبقها في عدد من التطبيقات في الحكام من الأدلة الشرعية مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض فهذه فيها معنى الاستعلاء كيف قال الشراح ضمن النبي صلى الله عليه وسلم البيع معنى الاستعلاء والغلبة لأن الشخص إذا باع على بيع غيره كأنه قد استكرهه فكأنه استعلى عليه وإذلك عبر بعلاء بخلاف ما إذا كان برضاه وبإذنه فإنه لا استعلاء فيه فلا يدخل في الحكم فدلالة على هنا قوية جدا في متى يجوز المرء أن يشتري على شراء أخيه وأن يبيع على بيعه وأن يسوم على سومه أو أن يخطب على خطبته كل هذه أخذناها من دلالة على وتعرفون الشروط التي ذكروها في البيع وفي السوم وفي الخطبة خصوصا من الأحكام متعلقة أيضا بالاستعلة أو من تطبيقات استعلة في نصوص الشرع ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت في السفر أخذ منه فقهاؤنا على أن الصلاة إنما تكون لغير قبلة لمن كان راكبا ومن لم يكن راكبا بمعنى أنه ليس مستعليا على الدابة فإنه لا يصلي في إحدى الروايتين في المذهب هذا من حيث كما ذكرت لكم من حيث الإخبار عن الصفة وأما من حيث الإنشاء فالأحاديث الكثيرة التي فيها على منها قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه على اليد ما أخذت الحيث عند أبي داود فدل على أنه يجب على المرء الضمان وذلك جاء عند أبي داود أن الحسن لما روى هذا الحديث نسيه نسيه ثم قال إنما هو ضامن لا ضمان عليه فدل على أن الصحابة والتابعين فهموا أن نعلى للوجوب فهنا على اليد أي عليها الضمان وهناك أيضا أحاديث كثيرة تدل عليه مثل على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتين بقرة وعلى أهل الشاء الفيشاه وغير ذلك هذه استدل بها فقهاءنا على المشهور المذهب أن نعلى للوجوب وبناء عليه فإن فقهاءنا يستدلون به على أن الأصل في الديات هي الأصناف الخمسة وليس الأصل الإبل خلافا للرواية الثانية عليه العمل لأن قوله على أن يجب وعطفها فدل على أن الوجوب مخير به نعم أو مخير فيه نعم فضلا وفي للظرف طبعا ما عليش لننسى كلام مكلفين كثير جدا أسهله لو قال علي لفلان كذا علي أن يجب له علي وهذا واضح نعم ثم قال الشيخ وفي للظرف أي أنها تدل على الظرفية سواء كان ظرف الزمان أو ظرف المكان وهي الظرفية وهي ظرفية مطلقة ظرفية مطلقة بمعنى لا تستلزم أن يكون الفعل موجودا في أوله ولا في آخره ولا في وسطه فهي ظرفية مطلقة ولا قلت لكم قبل قليل هناك فرق لو عبرت بفي أو بمن نعم قال بعض أصحابنا حتى في ولأصنبنكم في جذل النحل كقول المصنف نعم قول المصنف قال بعض أصحابنا المراد به أبو البقاء العكبري رحمه الله تعالى الإمام اللغوي المشهور وهو من كبار علماء اللغة وذكر هذا الكلام في كتابه المطبوع بإملاء المسمى بإملاء ما من به الرحمن وله كتاب آخر في إعراب القرآن وله كتاب ثالث في إعراب الحديث قال حتى في قول الله عز وجل ولا أصنبنكم في جذل النحل أن فيه هنا للظرفية قال كقول البصريين وعبارة بالبقاء أنه قال إن فيه في هذه الآية على بابها لأن الجذع مكان للمصلوب ومحتو عليه قال وقيل إنها بمعنى على نعم ثم قال نصنف نعم أكثر أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل وابن الجوزي وابن القيم أنه فيه هنا بمعنى على ومنه قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي على السماء فهنا ليست للظرفية وهذا يعني أكثر أصحابنا على هذا المعنى النتيجة متقاربة نعم إذا قلنا إنها للظرفية فقول الله عز وجل أمنتم في السماء أي في العلو وإذا قلنا إنها بمعنى على أي على المبنية السماء المبنية التي بناها الله عز وجل لأن السماء تطلق على مطلق العلو وتطلق على المعروفة التي تقابل الأرض نعم قال بعض أصحابنا وللتعليل نحو لمسكم فيما أخذتم نعم قال الشيخ إن بعض الأصحاب قال إنها قد تكون للتعليل أحيانا مثل قول الله عز وجل لمسكم فيما أخذتم وكذلك فيما أخذتم نعم فقوله للتعليل أي أن هذا علة لهذه العقوبة من أمثلتها أي كونها للتعليل عند فقهائنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام أو في الأدلة التي يستنبط منها أحكام قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قيل إن فيهنا يحتمل أن تكون للتعليل فيكون التقدير أبردوا عن الحر لأجل الصلاة وبناء عليه فحيث أمكن أداء الصلاة مع وجود الحر من غير ضرر على الناس فإنه لا إبراد مع أن المذهب على خلافه فقد أخذوا بعموم الحديث فقالوا إنه يبرد ولو كان المكان لا حر فيه بمعنى أن الشخص مكان مبرد ونحوه نعم أي أن الهرة هي سبب دخولها النار ومن أمثلاته في الأحاديث التي فيها أحكام قول النبي صلى الله عليه وسلم في النفس مئة من الإبل في النفس أي أن المئة في الإبل سببها قتل النفس وقوله كذلك وفي العين خمسون من الإبل أي سبب وجوب الخمسين إطلاف العين أو منفعتها وهكذا نعم قوله أن ضعفه بعضهم ذكر المصنف في كتابه القواعد أنه جماعة من الأدباء قال ضعف جماعة من الأدباء ولم ينسبه لأحد من الفقهة وقال إن الأدباء قالوا أو قال جماعة من الأدباء إن قول الفقهة إن في تكون للسببية لا يعرف عن أئمة اللغة وهذا الذي ذكره بعض الأدباء رد عليه القرافي وأطال في الرد عليه وقال بل هو ثابت وذكر من الحديث ذكرت لكم وذكر غيرها وغيره من الأحاديث التي وردت عن نبي صلى الله عليه وسلم إذن فقوله بعضهم ليس المراد به الأصوليون ولا الفقهة بل استخدام كثير ما يذكر الفقهة أن فيه تكون للسببية والفقهة كما ذكرت لكم والأصوليون لهم مباحث في اللغة لا توجد عند اللغويين نعم وذكر أصحابنا من مفافذين لأقسام نعم اللام هذه ألفت فيها كتب مفردة ومن ألف فيها كتاب مفرداً الهروي سمى كتاب اللامات وطبع أكثر من كتاب باسم كتاب اللامات عد جماعة من علمائنا أن لللام معاني متعددة حتى أوصلها بعضهم إلى ثلاثين معنى معاني كثيرة جداً للملك والاختصاص وللمنفع ولغيرهم المعاني التي ذكرها ولكن المصنف ذكر أي هذه المعاني يكون للحقيقة وما عدا لا يكون حقيقة نعم تفضل نعم قال وفي التمهيد أي لدائب الخطاب أنها حقيقة في الملك أي أن الأصل فيها أنها للملك ولا يعدل عنه إلى معنى آخر كالاختصاص أو نحو ذلك إلا بدليل يدل عليه هذا هو ما ذكر المصنف وهو ظاهر المذهب في الاستخدام أنها للملك وإن كان بعض اللغويين من الكوفيين يرى أنها حقيقة في جميع المعاني الثلاثين فتكون حقيقة فيهم جميعا وأما البصريون فقد وافقوا أبا الخطاب فإنهم يرون أنها حقيقة في الملك وما عدا تتضمن معنى الملك نعم هذه المسألة من المسائل التي يريدها الأصليون وفيها بعض الإشكال الذي سنريده إن شاء الله في محله نعم نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في هذه المسألة عن ما يسمى بالمناسبة بين اللفظ ومدلوله والمقصود بالمدلول أي المدلول الحقيقي له في الأصل لأن المدلول المجازي تكلمنا عن العلاقة تسمى العلاقة وهنا نتكلم عن المناسبة وهذه المناسبة هي التي يسميها الأصليون بالمناسبة الذاتية أي لذات اللفظ له مناسبة مع معناه الحقيقي وذكر المصنف أن الأكثر والمراد بالأكثر كما قال الشراح هو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يلزم أن تكون هناك مناسبة بين اللفظ ومدلوله ودللوا على ذلك ودليلهم على ذلك قالوا الألفاظ المشتركة فإن اللفظ المشترك حقيقة في جميع معانيه والمعاني لللفظ المشترك لا يلزم أن يكون بينها ترابط ولا يلزم أن يكون بينها مناسبة فحينئذ قد يقع اللفظ المشترك للشيء وضده فلما كان مستعملا للشيء وضده كألفاظ الأضداد التي جمعها جماعة كابل السكيت وغيره يدلنا على أنه لا يلزم وجود المناسبة بين اللفظ وبين مدلوله الحقيقي هذا هو كلام الذي نقل المصنف عن جماهير أهل العلم ثم ذكر قولا آخر لعباد بن سليمان المعتزلي وأنه قال لا بد من المناسبة والحقيقة أن عبادا ليس وحده الذي قال بذلك بل إن القول بلزوم مجود المناسبة بين اللفظ وبين مدلوله عن المناسبة الذاتية هو قول كثير من اللغويين وغيرهم بل انتصر لذلك الشيخ تقييدين بن تيمي انتصارا قويا وعبارته قوية حتى قال المقصود هذا كلام الشيخ تقييدين أن بشرا من الناس ليس عباد بن سليمان وحده بل كثير من الناس بل أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني إذن هذا يعني النص على أن عبادا هو الذي خالف يوهم أنه قد تفرد به وليس كذلك طيب نأتي لمستدل به من نسب لهم هذا القول وهم الجمهور أنهم يقولون إن الدليل على عدم وجود المناسب للفظ المشترك الشيخ تقييدين ذكر هذا في موضع آخر وقال إن الاشتراك في الألفاظ انقسم إلى قسمين اشتراك خاص واشتراك عام فالاشتراك الخاص هو أن يكون اللفظ دالاً على معنيين من غير أن يدل على معنى مشترك بينهما البتة فلا يكون بينهما معنى مشترك قال وهذا يصدق على الأسماء كتسمية الكوكب مشتري مع أن الذي يقابل البائع مشتري وكتسمية الكوكب سهيلاً مع أن آدمياً يسمى بهذا الاسم وهكذا فهذه ليس فيها مناسبة لأنها بوضع الآدميين بالوضع وليست من الأصل النوع الثاني من الاشتراك قال الاشتراك العام وهو أن يكون اللفظ دالاً على معنيين ويكون هذان المعنيان بينهما قدر مشترك فهذا لازم في جميع الألفاظ المشتركة فالعين تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية وتطلق على الجاسوس وكل هذه الأمور الثلاث بينها معنى مشترك وهو أنها تكون ذات قوة مع صغرها فالباصرة مع صغرها لها قوة الإبصار والجارية مع صغرها ينبع منها الماء والجاسوس مع خفائه وعدم ظهوره فإنه هو الذي ينقل الخبر وقد يكون مضراً بقومه ولذا فإن بينها للألفاظ المشتركة التي جعلت على غير الوضع فيها مناسبة وكلام الشيخ تقي الدين مناسب وهو الأنسب لكلام العرب بل هو الأبلغ عندما نقول في كلام الشارع فإن العربية فيها من البيان وفيها من الإعجاز بعمومها وبخصوص كلام الله عز وجل ما لا يوجد في غيره وهذا القول طبعاً اختار الشيخ تقي الدين وقد ذكر المرداوي أن ابن القيم يميل إليه كثيراً في الهدي كذا قال ولا أدري ما الذي يقصده الموضع ربما يقصد من حيث الاستخدام من حيث الاستخدام نعم نعم هذه المسألة هي مسألة مبدأ اللغات وهي مسألة يعني أطال العلماء فيها وقبل أن نذكر هذه المسألة وهي مسألة مبدأ اللغات لنتكلم هل هذه المسألة التي سيردها المصنف لها فائدة أم لا كثير من علماء الأصول وغيرهم يرون أن هذه المسألة لا ثمرة لها وأن الخلاف فيها خلاف لفظي وإن من رأى هذا الرأي الطوفي والشيخ تقي الدين وإن كان الطوفي حاول أن يجعل بعض الثمرة لها فكثير من الأصوليين يرى ذلك وبعضهم يقول لها ثمرة والثمرة عندهم قالوا لتكميل هذه الصنعة بمعنى أن الشخص يجب أن يرتاض في الحجاج ويرتاض في الاستدلال بنصوص على الأحكام وإن كانت لا ثمرة لها فقضية الارتياض في هذه المساء المهم لاكتساب الصنعة والرياضة وقبل أن أنتقل منها أريد أضرب لكم مثالا في قضية الرياضة كثير من الإخوان يأتي إلى أبواب من الفقه أطال العلماء فيها إطالة كبيرة ثم يقول نقفز هذه الأبواب إما لكونها غير موجودة كأبواب العتق والمكاتب وغيره أو يقول لأننا نرجح خلافها فلماذا أقرأ التفريع وأتعب فيه وأنا أرى الرأي الثاني أو القول الثاني في المسألة نقول إن من ترى كذلك فوت على نفسه جهدا عظيما لأهل العلم في التفريع والتشقيق والنقض والاستدلال معا فأنت إذا قرأت كلامهم ارتضت وكسبت الصنعة التي كانت عندهم قد لا تجد هذه المساء الموجودة في كتاب أنت تحتاجه وتقرأ فيه لكنها ربما موجودة في كتاب العتق بعض المخطوطات ثلاث مجلدات فقط في كتاب العتق لكثرة مباحثه ولذا فإن القراءة فيما لا فائدة منه مدام الفقهة قد تكلموا فيه فيها فائدة وهي قضية الارتياض الارتياض نعم إذا كانت القراءة فيما لا فائدة منه لكنه يضر مما قد يؤدي إلى الحاد في أسماء الله وصفاته أو في أصول الدين وغير ذلك من مساء نعم هذا يترك لكن ما لا يضر وعندك ساعة من الوقت وقد حصلت مبادئ العلم وكلياته فحينئذ هذا من باب الرياضة وإذلك أعجبني كلام أنقله بنص للطوفي في نحو هذا العبارة يقول لا شك أن كل علم من العلوم له رياضة ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لا بد منها وفيها ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها فتكون فائدتها الرياضة النظرية وعلى ذلك فإن أغلب العلماء يقولون إن مبدأ اللغات الخلاف فيه خلاف لا ثمرة له وإنما هو لفظي نعم يقول الشيخ مبدأ اللغات المراد بمبدأ اللغات يعني ابتداؤها باعتبار أول الكلام بها بخلاف مسألة ذكرت معنوه القياس في اللغة والقياس المجالس فقد تقدم فإن لها ثمرة نعم يقول الشيخ نعم بدأ المصنف يذكر الأقوال فيها وهي أربعة فقال أولها توقيف من الله عز وجل وهذا الذي قدمه المصنف ومن قواعد الترجيح ما يقدمه على غيره من الأقوال وهذا القول ذكر المصنف أنه قال به أبو الفرج المقدسي صاحب المبهج وصاحب الروضة ويقصد بصاحب الروضة أي الروضة الأصولية للروضة الفقهية وصاحب الروضة الأصولية هو الموفق بن قدامى رحمه الله تعالى ومن قال بهذا من متقدم فقهائنا أبو بكر عبد العزيز وجعله ابن حمدان في كتابه المقنع الظاهر من مذهب الإمام أحمد ومن قال به الأشعري بن فورك أبو بكر بن فورك المنظر صاحب مشكل الحديث وغيرهم أيضاً استظهر هذا القول الطوفي وقال إنه الأظهر كما يعني فعله ابن حمدان قال لكن إن قل إنه توقيف فهل يكون بإلهام معنى كونه بإلهام أي أن الله عز وجل ألهمه في قلب بعض النس بمعنى أنه وضع وضعاً في قلبه فالتعريف يكون هنا قد حصل بالإلهام أو بالوحي بمعنى أن الله عز وجل أوحى به إلى آدم عليه السلام أو كلام أي كلم به آدم فالله إما أن يكون قد ألهم آدم أو أوحى إليه أو كلمه فهي ثلاثة أقوال نعم البهشمية وضعاً البشر وإنه أجلال نعم البهشمية هذا لفظ منحوت يقصد به أبو هشام الجبائي فإن أبا هشام الجبائي ومن تبعه على منهجه يسمى يسمون أتباعه بالبهشمية وهذا من نحت في الألفاظ قال وضعها البشر واحد أو جماعة يعني أنه وضعه كل الألفاظ وضعها إما شخص واحد كآدم عليه السلام أو وضعه جماعة نعم الأستاذ هو كما تقدم معناه أبو أسحاق رسفرايني قال القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي أي أنها من الله عز وجل وغيره أي وغير هذا القدر المحتاج إليه محتمل لاحتمال لورود القياس فيه فإنه يكون محتملا نعم فيكون إما استلاحيا وقد يكون توقيفيا فيكون مثابة التوقف فيما زاد علىها نعم نعم قال وقال ابن عقيل إن بعضها توقيفي وبعضها استلاح من غير جزم بهذه البعضية ما هو الاستلاح وما هو التوقيف وذكره عن بعض المحققين أي من الذين أدركهم وعنده أي عند ابن عقيل لا عند المحققين أن الاستلاح بعد خطابه تعالى فلا يكون استلاح والتواضع من الناس على وضع اللغة إلا بعد خطاب الله عز وجل وأنبطل القول بسبقه له لأنه لا يمكن أن يكون التواضع قبل اللفظ أو الأصول التي تكون توقيفية هذه المسألة مسألة مشكلة كما ذكرت لكم ولا ثمرتها لها وذلك فإن عددا من محقق علمائنا توقف فيها وقال أي قول تقوله لا حرج أو قال لم أجزم بقول ومن توقف في هذا المسألة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب فإنهما توقفا وهنا فائدة مشهورة جدا أكيد تعرفونها هل التوقف مذهب نعم المذهب عندنا في علم الأصول عند أصولين ذكر في التحرير وغيره أن التوقف مذهب لأن الآن تعرفون كثيرا ما يكون في الإحكام يقول والتوقف ليس مذهبا وأما عند حنابل كما ذكر ذلك المرداوي أن التوقف مذهب وبناء عليه إذا توقف فيه فإنه يكون كالمجمل وحيث أن المسألة لا ثمرت لها فإنه لا يتخير لو تخير أي قول لا ثمرت لها ولا ينبني عليها حكم نعم بدأ المصنف يتكلم عن الأحكام وهي جمع حكم والمراد بالأحكام هنا الأحكام الشرعية فأل هنا العهدية أي الأحكام الشرعية وسيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أربعة أشياء عن الحاكم وعن الحكم وعن المحكوم فيه وعن المحكوم عليه بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحاكم نعم هذه الجملة وهي قوله لا حاكم إلا الله عز وجل هذه يذكرها الأصريون كثيرا في كتبهم ومن أقدم من وقفت وعدم العلم ليس علما بالعدم على أنه ذكر هذه الكلمة الآمدي وإذلك الكثير الأصريين سبوها له فإنه ذكر هذه الكلمة ثم تتابع الأصريون على ذكرها بعده الدليل على هذه الكلمة كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل قال إني الحكم إلا لله فحينئذ يشتق منه أن الحاكمة هو الله عز وجل وهذه من صياغ الحصر وهو الاستثناء طيب المراد بلا حاكم لا حاكم أي حكما كونيا وهذا بإجماع المسلمين ولذلك ما خالف في كون غير الله حاكما حكما كونيا إلا القدرية وإذلك القدرية كفار وقد ثبت فيه وقد جاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة وقد اختلف في الصحة هذا الحديث فلما كان القدرية يقولون إن الله يكون في ملكه ما لم يحكم به ولم يرده ولم يخلقه فكان ذلك إثبات لإله غيره سبحانه وتعالى هذا واحد والقدرية لهم أتبع إلى الآن بكثرة جدا ويسمون أنفسهم بأسماء كثيرة ولكن درجات وليس درجة واحدة وذلك أشدهم من ينكر العلم كما قال السلف حاججوا القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصبوا وهذا الذي جاء منه في قضية بعض المعتزل لما أثبتوا الأحوال حال العالمية وغيرها لكي يفروا من قضيته إنكار العلم طيب النوع الثاني من الحكم الحكم الشرعي وهو المقصود عندنا هنا في علم الأصول بمعنى أنه لا يثبت الحكم لا يثبت الحكم إلا بحكم منه جل وعلا هذه المسألة يريدها العلماء كثيرا في مقابلة في مقابلة قول المعتزل فيقولون خلافا للمعتزلة ولم يذكر ذلك المصنف وهذه المسألة مشكلة في الحقيقة ما معنى كلام المعتزلة هل المعتزلة يقولون إن العقل يشرع بعض المحققين وهو بن قاضي الجبل الإمام المعروف الجليل الفقيه الأصولي ذكر كلاما جميلا في هذه المسألة وقال إن المعتزل لا يمكن أن يقول إن العقل هو الذي يشرع وإذاك يقول بن قاضي الجبل يقول ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية يعني بأنها تستمد من العقل ليس مرادهم أن الأوصاف مستقلة بالأحكام ولا أن العقل هو الموجب والمحرم بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم لأنه أوجب وحرم فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا إلى آخر كلامه لماذا أقول هذه؟ لأن هناك مدرسة كبيرة بدأت تظهر منذ القدم وبدأت تظهر بين فينة وأخرى ولكنها تظهر وتضعف لأن ما قابل السنة دائما منكسر وما قابل الوحي من الكتاب والسنة دائما مهزم وهي مسألة العقلانيون الذين يقلون نعمل العقول لا شك أن من قال نعمل العقل في شرع الله هذا لم يقل به أحد بل هو غاية الإلحاد وإنما يقلون نعمل العقول في الأدلة فحينئذ إذا دل الدليل على معنى الدليل النص على معنى ثم رأى ببداهة عقله ورأيه أن الذي يدله عليه عقله من مصلحة ومعنى أفيد مما دل عليه الشرع قدم دلالة عقله عليه وحينئذ قد ينفي كثير من المعاني الشرعية إلى معاني بعيدة من باب المجاز أو التأول أو الوهم بل أحيانا إلقوا له بالباطن كما هي طريقة بعضهم حيث لا معنى والحقيقة أن كل المخالفين في هذا الباب وحد لا في الفروع الفقهية ولا في الاعتقادات وذلك الأصل لما أنكر على بعضهم لما كان يعمل في باب في الفروع بالظاهر ثم يأتي في الاعتقاد فيؤول قالوا ليته أخذ في باب الاعتقاد والأوصاف الخبرية بقاعدته في الظهر ومثله قالوا للثاني الذي ينكر التعليل في أفعال الله عز وجل ويثبتها في أحكامه فنقول يجب أن تثبت التعليل في الثنتين وهكذا من المعاني إذن قوله لا حاكم إلا الله هو المعنى ذكرت لكم وقد اختلف في مفهومه وهل المعتزل يقول إن العقل يكون حاكما أم أنه كاشف والظن أنه يقصدون الكاشف كما ذكر ذلك ابن قاضي الجبل وإن كانوا يتوسعون في رد بعض النصوص لأجله وذلك يضعفون كثير من الأدلة من الأحهاد وغيرها نعم نعم هذه المسألة من مسائل المهمة وهي مسألة التقبيح والتحسين العقلي وقد ألف فيها من علمائنا الطوفي كتابا مشهورا اسمه در القول القبيح في مسألة التحسين والتقبيح وذكر في هذا الكتاب أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبني عليها كثير من المسائل الأصول الدين وأصول الفقه والفروع الفقهية فأورد فقال إن هذه المسألة ينبني عليها كثير المسائل وقد ذكر الشيخ تقيدي أن هذه المسائل المهمة الكبيرة وأنه لا يمكن أن يكون السلف لم يتكلموا عنها بل قد تكلموا عنها ولهم رأي فيها سنذكره إن شاء الله في محله قول مصنف فالعقل لا يحسن ولا يقبح معنى قوله لا يحسن أي لا يستقل بالتحسين والتقبيح هذا معنى قوله لا يحسن ولا يقبح ولكن لا شك أن العقل لا يحسن ما حسنه الشر ويقبح ما قبحه الشر فيكون من باب التبع بإجماع الناس وإنما هل يستقل بالتحسين والتقبيح أم لا هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قوله يحسن ويقبح ما معنى التحسين والتقبيح التحسين والتقبيح اختلف فيه معناه بناء على إثباته ونفيه ولكن نقول إن للتحسين والتقبيح ثلاثة معاني ذكر هذه المعاني الثلاث الرازي وتبعه كثيرون على ذلك وإن كان بعض أهل العلم يقول إن المعنى الثاني داخل في الأول ولا مشاحة في الاصطلاح المعنى الأول أن يكون التحسين والتقبيح بمعنى الملائم والمناثر الملائم والمناثر ومعنى ذلك أن ينظر العقل ما الذي يلائم الطبع ويوافقه فحينئذ يكون حسنا وينظر فيما ينافر الطبع ويخارفه فيكون قبيحا هذا النوع الأول النوع الثاني الذي يسمونه بصفة الكمال والنقص بمعنى أن العقل ينظر إلى ما هو صفة كمال فيسمى قبيحا وينظر إلى ما هو صفة نقص فيسميه عفوا فيسميه حسنا وينظر إلى ما هو صفة قبح فيسميه قبيحا أو إلى ما هو صفة نقص فيسميه قبيحا المعنى الأول والمعنى الثاني اتفق العقلاء قاله الرازي وقال الشيخ تقي الدين أن العقل يحسن ويقبح فيهما اتفق العقلاء بلا خلف بل أعجب من ذلك يقول الشيخ حتى البهائم بهذا المعنى تحسن وتقبح فإن البهائم تعرف يعني الطعام الحسن من الردي وهي صفة كمال ونقص وتعرف أيضا ما يوافق طبعها مما يخالف طبعها تأكل وتطعم وإذا رأت مطرا هربت منه وهكذا من الأمور فهذا موجود في الآدمين وفي البهائم فهذا لا ينازع فيه أحد إنما النزاع في المعنى الثالث للتحسين والتقبيح وهو معرفة كون الفعل متعلقا به المدح أو الذب أو يتعلق به الثواب والعقب هذا الذي فيه النزاع إذن عندما نقول التحسين والتقبيح العقلي نقول إنه ثلاثة أنواع نوعان متشابهان ومتقاربان وهما الملائم والمنافر وهذا باتفاق أهل العلم والنوع الثاني وهو معرفة صفة الكمال والنقص باتفاق أنه يحسن ويقبح ويقبح النوع الثالث وهو هل العقل يرتب الذم الشرعية والمدح الشرعية ويتبعه العقوبة والمثوبة على الفعل أم لا؟ هذه هي المسألة التي فيها الخلاف يقول الشيخ فالعقل لا يحسن ولا يقبح إذن قوله لا يحسن ولا يقبح بالمعنى ماذا؟ الثالث لا بالمعنى الأول والثاني فإنه يحسن ويقبح باتفاق العقلة قال ولا يوجب ولا يحرم انتبه لهذه المسألة هناك فرق بين التحسين والتقبيح وبين الإيجاب والتحريم فالتحسين والتقبيح هو معرفة أن الفعل ممدوح أو مذموم وأما الإيجاب والتحريم فهو معرفة أن هذا الفعل يترتب عليه ثواب أو عقاب فالمدح هو الذم بالصفة والعقاب هو الثواب في الأثر والتفريق بين التحسين والتقبيح والإيجاب والتحريم مهم سيأتينا إن شاء الله عندما نذكر الأقوال في المسألة قال عند أكثر أصحابنا يقصد بهم كثير من علماء الحنابلة ممن نص على أنه قول أكثر أصحاب أحمد بن عقيل وأبو الخطاب ونص عليه ابن الزاغوني وهو تلميذ أبي الخطاب وهو تلميذ أبي الخطاب ويقصدون بأصحابهم القاضي وتلميذته فإنهم يرون هذا الرأي وأبو الفضل وأبو الحسن التميمي لأن الحنابلة بعد التميميين التميميون تعرفهم كانوا أصحابا لأبي بكر الباقلاني وأبو بكر الباقلاني ليس أشعارية من كل وجه بل قد خالف في أشياء كثيرة كما في كتابه التمهيد المعروف كما هو موجود في بعض نساخه العتيقة وقد جاء أن أبا بكر الباقلاني كان يسمي نفسه وكتب ورؤية ذلك بخطه يسمي نفسه بالحنبل فيرى أنه على طريقة الحنابلة في الاعتقاد فكان هو وابن مجاهد المقرأ والتميمي من الحنابلة جلساء لبعضهم فكان بعضهم يؤثر في بعض وذلك دخل على التميميين ومن بعدهم بعض كلام أهل الكلام من هذا المدخل بخلاف غيرهم من حنابلة خرسان فلم يكونوا قد جاوروا الباقلاني ولا غيره فكانوا أسلم في ذلك الزمان والحق جلي وواضح عند كثير من أهل العنب الحمد لله عز وجل طيب نعم قال وقال أبو الحسن التميمي وهو أحد التميمي ذكرت لكم قبل قليل إن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم نقل هذا عنه أبو عبد أبو يعلى في جزء رآه له في هذه المسألة طيب عندنا في هذه المسألة قبل أن نختم بها مسألة ثانية مهمتان أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال وليس فيها قولا القول الأول قول الأشاعرة وكثير من أهل الكلام أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم والقول الثاني القول الذي نقل عن أبو الحسن التميمي وهو قول المعتزلة أن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم معرفنا معنى التحسين والتقبيح ومعنى الإجاب والتحرم وهناك قول ثالث وسط بين القولين وهو الذي انتصر له كثير من المحققين كما سأذكر لكم بعد قيف أسمائهم من الشافعية ومن الحنابل ومن غيرهم من العلماء الذين عرفوا بالسنة واستظهروها قالوا إن العقل يحسن ويقبح وأما الإجاب والتحريم وترتيب الثواب والعقوبة فإنه لا يكون إلا بالشر حتى قال الشيخ تقي الدين العقل يحسن ويقبح التحسين والتقبيح يجري في العقل وأما الثواب والعقاب فلابد من سماع وأما العذاب فلابد من بعث الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نقلت هذه الكلمة عن الشيخ تقي الدين ولا أدري من أي موضع نقلت هذا الكلام أطال عليه الشيخ تقي الدين وانتصر له انتصارا كبيرا جدا وذكر كلاما في هذه المسألة يدل على أن ما خالف ذلك منقوض فإن العقل المسلم أنه يعرف الحسن من السيء والممدوح من المذموم وأنه يمكنه إدراك الحسن من غيره ولكن هذه المعرفة لا يترتب عليها الحكم بالوجوب إلا إذا دل دليل إما بعموم أو خصوص ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن المصلحة لا يوجد مصلحة مرسلة بل إن المصلحة إما ملغاة أو معتبرة وحيث لم تلغى فهي معتبرة وسأذكر لك بعد قليل أن كثير من المسألة الأصولية منها المصلحة المرسلة المبنية على التحسين والتقبيح هذا القول ممن قال به الشيخ أبو نصر السجزي في رسالته المشهورة التي أرسلها إلى أهل زبيت فمن كلامه أنه يقول والأشعري يزعم أن العقل لا يقتضي حسنا ولا قبحا أو لا يقتضي حسنا ولا قبيحا وهذا لعمري مخالف للعقل عيانا والزنجاني كذلك ذكر كثير من المالكية ذكروا هذه المسألة وهو أن التحسين والتقبيح مقبول ممن ذكر أيضا من حنابل أبو الخطاب فإن أبو الخطاب ذهب لهذا الرأي وهو التفريق بين التحسين والتقبيح العقل وبين الإجاب والتحريم فإن مصدر الإجاب والتحريم إنما هو السماء نص على ذلك في التميد هذه المسألة هل ينبني عليها فروع؟ نعم ينبني عليها الكثير من الفروع الفقهية وغيرها نبدأ بالمساء الأصولية إضافة لما سيدكره المصنف من المساء الأصولية أن ما يتعلق بالاستصلاح مبني على هذه القاعدة فحيث قلنا إن العقل يحسن ويقبح فهو يستصلح إذن فالمصالح المرسلة تكون من هذا الباب ولذن ذكر بعض الشافعية أن مذهب الشافعي أو مذهبهم أن الاستصلاح غير معتبر لما بنوه في تنظيرهم أنه لا تحسين ولا تقبيح عقلي الحنفية في بعض استخدامه لاستحسان وسيأتينا إن شاء الله يعنون باستحسان التحسين العقلي وإذن حين يعبرون به باستحسان العقل وأحين يعبرون به بمطلق الاستحسان علم مقاصر الشريعة المتعلقة بمعاني التي قصدها الشريعة مبنية على هذا المعنى كما سيأتي في كلام مصنف إذن فقضية التحسين والتقبيح العقلي فروعها كثيرة كما قلت لكم عن الطوفي الشيخ تقي الدين بل لابن القيم كلام طويل جدا يعني يقول إن إنكار التحسين والتقبيح العقلي خطأ وهو مصادم لكن الممنوع أن ترتب عليه حكما شرعيا هذا الذي لا يجوز العقلانيون يحسن ويرتب عليه عقلها ويرتب عليه حكما وهذا هو الخطأ الحكم بالأدلة والتحسين المعتبر نعم هذه المسألة متفرعة على مسألة التحسين والتقبيح العقلي نص على أنها من تفريعاتها ابن قيم نعم قول مصنف فعل الله تعالى المراد بفعل الله عز وجل أفعاله كخلق الخلق وإماتاتهم ونحو ذلك ورزقهم وغير ذلك وأمره المراد بأمره أي أحكام التي يحكم بها الله عز وجل للناس من أحكام الشرعية قال لعلة وحكمة العلة هي الحكمة المنضبطة والحكمة قد تكون وصف منضبطة وقد تكون غير منضبطة ولذلك عطف بينهما لكي لا يوظن أنها للعلة دون الحكمة قال ينكره تعبير المصنف بأنه ينكره يدلنا على أن المصنف يجزم بالقول الثاني الذي سيريده بعد أقل قال ينكره كثير من أصحابنا ممن ينكره القاضي وممن أنكره كذلك ابن الزاغوني وغيرهم أنكروا العلة والحكمة وهذا هو مذهب الأشعرية كما سيأتي والمالكية أطال في إنكاره ابن العربي والشاطبي في الاعتصام وهذه من الاستدركات على الشاطبي كيف أنه يعني طبعا هو ليس قولا باطلا من كل وجه كما سألك بعد قليل لأنه قد يكون أحيانا خلافا لفظيا ولكنه في الاعتصام أنكر تعليل أفعال الله عز وجل ووجود الحكمة فيها قال والشافعية أي وكثير من الشافعية كذلك كأب بكر القفالب وابن أبي هريرا وغيرهم قال وقاله الجهمية والأشاعرة بل هو من أصول الأشاعرة والظاهرية ونص على ذلك من حزم وأطال واعتوار من أصول الظاهرية في الفروع كما أطال على ذلك في الإحكام ثم قال ويثبته آخرون من أصحابنا كثير من فقهاء الحنابل يثبت التعليل ممن أثبته الشيخ تقييدين رحمه الله تعالى وابن القيم والطوفي وبن قاض الجبل بل إن الشيخ تقييدين يقول إن أكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل أي في أفعال الله عز وجل وأحكامه وذكر من قاض الجبل أن هذا هو قول الجمهور من العلماء وأئمة النظار ولا شك أن أهل السنة عندما يثبتون التعليل فإنه يثبتونه على معنى أهل السنة لا على طريقة المعتزلة ومنهجهم قوله وغيرهم أي وغيرهم من العلماء فقد حكاه الرازي عن أكثر الفقهاء المتأخرين أنهم يثبتون العلة فالاستخدام أغلب الفقهاء يستخدمون التعليل في أحكام الله عز وجل وذلك تحيلوا عليه فجعلوا العلة أمارة ولم يجعلوها باعثة وسن نتكلم عنها عندما نتكلم عن المسألة في محلها قال وذكر بعضهم إجماع السلف يعني أن هذه المسألة مجمع عليها بين السلف ولا أدري من يقصد بأنه حكاه إجماعا لأن الشيخ تقييدين رحمه الله تعالى حكى أن المسألة فيها خلاف بين أهل السنة فقال لأهل السنة في تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه قولان والأكثر على أنها معللة والشيخ تقييدين وغيره يطلق لفظ أهل السنة على معنى عام وخاص فإذا أطلق بالمعنى الخاص فإن كلا القولين لا يقتضي تبديعا وتخطئة للقول الآخر فإنه من الخلاف المقبول والسائق لأنه ليس ينبني عليه تكذيب خبر ولا نحو ذلك وأما إذا أطلق بالمعنى العام فإنه قد يقابل المعتزلة وقد يقابل الجهمية وقد يقابل الرافضة بحسب الباب الذي يطلق عليه نعم نعم شكر المنعم لو قال الرقم لحسن ويقفه أو جبر رقم نعم هذه مسألة أيضا مبنية على التحسين والتقبيح كما نص المصنف فقال شكر المنعم المراد بشكر المنعم عند بعضهم هو الترفض باللسان وليس هذا مراد طبعا من ذكر ذلك وليس كذلك والصواب أن المراد بشكر المنعم جميع الأقوال والأفعال واستعمال جميع النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد في مرضاته فيدخل في شكر المنعم جميع الطاعات هذه المسألة فائدتها أننا نقول إن عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبودية ونفي الشريك عنه هل هو واجب بالعقل أم واجب بالشرع هذه المسألة المشهورة جدا تذكر في علم الأصول وتذكر أيضا في مسائل الاعتقاد فقال المصنف من قال إن العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا فيجب على الشخص أن يؤمن بالله عز وجل وأن ينفي عنه الشريك وهذا داخلته في عموم شكر المنعم طبعا على سبيل الجملة على سبيل الجملة وهذا القول من قال بالتحسين والتقبيح نص عليه أيضا ممن يرى هذا الرأي الشيخ تقي الدين فإن الشيخ تقي الدين وتلميذ ابن القيم في الصواعق كلاهما نص على أن شكر المنعم واجب بالعقل وذلك قول ابن القيم وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة المحسن ثم أطال في هذا المسألة ثم قال ومن نفى أي نفى التحسين والتقبيح العقليين أو جبه شرعا وهذا مبني على التحسين والتقبيح وبناء على ذكر المرداوي أنه مذهب الأكثر وهو مذهبنا بناء على ما تقدم في مسألة التحسين والتقبيح قال وذكره أبو الخطاب أي أن أبو الخطاب ذكر أن هذه المسألة مبنية على مسألة التقبيح والتحسين العقليين لأنه ذكر القول الثاني قال ومعناه لابن عقيل أي أنه ومعنى هذا البناء لابن عقيل نعم هذه مسألة متعلقة بالأعيان قبل ورود السمع أي ورود الشرط وهي كذلك متفرعة على مسألة التحسين والتقبيح العقليين نص على أنها من فروعها الشيخ تقي الدين في أرسال الأصفهانية وفي غيرها طيب نبدأ بهذه المسألة وهل لها ثمرة أم لا هذه المسألة وهي الأعيان أولا نجعل الثمر في الأخير المراد بالأعيان هي الأمور التي ينتفع بها فحينئذ يكون المسألة معناها هل يحكم على منافع الأعيان بالإباحة أو بالحضر هذا هو المسألة وهذا معنى قوله الأعيان المنتفع بها قبل السمع قوله قبل السمع أي قبل ورود الشرط قبل ورود الشرط طيب قول المصنف الأعيان خص المصنف تبعا لابن مفلح هذه المسألة بالأعيان فقط ويقابل الأعيان مسألتها الأفعال والعقود سنتكلم عن مسألة الأفعال والعقود في آخر هذه المسألة التي هي آخر درسنا اليوم إن شاء الله يقول الشيخ الأعيان المنتفع بها قبل سمع أي قبل ورود الشرط على الإباحة يعني أنها الأصل فيها الإباحة قبل ورود السمع قال عند التميم المراد به أبو الحسن لا أبى الفضل لأنه إذا أطلق التميم فالمراد به أبو الحسن وأب الفرج المقدسي صاحب المبهج وأب الخطاب والحنفية كذلك كلهم يقولون بذلك ونقل القاضي بإعلاء أنه قال به جماعة من الشافعية كابل سريج وأبي حامد المروزي وغيره نقل إن هذا القول مأخوذ من كلام الإمام أحمد فقد سئل الإمام أحمد عن قطع النخل ما حكمه فقال الإمام أحمد لا بأس به لم نسمع فيه بشي فدل ذلك على أن الأصل الإباحة لأنه قال لم نسمع فيه بشي فالأصل فيه الإباحة قبل ورود الشرط فنستصحب الحكم الأول هذا القول الأول في المسألة طبعا استدلال الإمام أحمد وجهه أن الإمام أحمد كما ذكرت لكم استدام الإباحة في قطع النخل فدل على أن الأصل الحكم قبل ورود الشرط الإباحة لكن هذا الاستدلال أو هذا الكلام من الإمام أحمد الاستدلال به على أن أحمد يرى أن الأعيان المنتفع بها قبل السمع مباحة فيه نظر فقد اعترض على ذلك المجد بن تيميها والبركات فقال أولا إنما سئل أحمد عن الأفعال لا عن الأعيان ونحن إنما حديثنا عن الأعيان فسئل عن القطع ولم يسأل عن منفعة النخل هذا من جهة الأمر الثاني أن الإمام أحمد إنما استدل لجواز قطعها بعدم سماعه ولم يستدل بأن الأصل قبل ورود السمع الإباحة فقد يكون أحمد استدل بدليل آخر وهو عموم الأدلة فإنه قد جاءت أدلة كثيرة جدا تدل على الانتفاع بأن الله عزه خلق لنا ما في الأرض جميعا فدل على عموم الانتفاع فيكون استدلاله بالسماع لا بما قبل السمع نعم وعلى نعم وعلى الحضر أي على التحريم فيكون تكون منفعة العين محرمة إلى أن يرد دليل الشرع بالإباحة أو بغيره قال عند ابن حامد أبو عبدالله شيخ القاضي أبي يعلى والحلواني أيضا الفقير الحنبل المشهور هذه أيضا أخذت من كلام أحمد فقد أخذها القاضي من قول إمام أحمد لما سئل عن تخميس السلب تعرفون السلب أن الشخص من قتل قتلا استحق سلبه فهل يخمس كسائل الغنائم فالإمام أحمد قال لا يخمس شوفنا نفي لا يخمس السلب ما سمعنا فيه بشيء يقول القاضي فهذه الرواية لم يبح أحمد فيها التخميس للسلب لأن الأصل عنده الحضر هذا كلامه نفس الكلام نستدل أو يرد عليه بما رد عليه المجد ابن تيمي أبو البركات بأن أحمد إنما لم يستدم التحريم وإنما استدلب ربما بعمات أخرى فالمقاتل استحق السلب بسبب قتاله وحينئذ فالعموم أنه يستحق السلب كله من قتل قتيلا فهو أحق بسلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يستثن منه شيء إلا بنص ولم يأتي نص فنبقى على العم هذا معنى كلام أبو البركات عليه رحمة الله نعم نعم قال فعليه أي فعل القول الثاني فقط وأما الأول فلا إشكال فيه الذين يقولوا إنه حضر يباح تنفس للمرء أن يتنفس مع أنه فعل ويباح سد رماق بأكل ونحوه لماذا؟ قالوا لأن هذين الأمرين يضطر المرء إليهما فسد الرمق أمر مضطر فتنفس الهواء أمر مضطر إليه وسد الرمق وهما أمران طبيعيان لا بد للمرء منهما فيكون ذلك بمثابة المستثنى من قاعدتهم عندما قالوا إن الأصل في الحضر قال ذكره بعضهم إجماعا يعني ذكر أنه هذا يكون مستثنى بإجماع وقوله إجماعا طبعا ليس على إطلاق فقد نقل المرداوي أن بعضهم خالف حتى في سد الرمق وفي التنفس فقال إنه يكون محضورا في طاهر الكلام الذي نقله المرداوي نعم قال القول الثالث وعلى الوقفي بمعنى أنه متوقفون ليس على الحضر ولا على الإباحة والقول بالتوقف ذكر القاضي أبو يعلى أن حقيقته تؤول إلى الإباحة فمن قال بالتوقف فإنه سيؤول قوله إلى الإباحة على التحقيق وذلك أن من قال بالتوقف فإنه يقول لا يثاب على الامتنع فلا يكون حينئذ محضورا فدل على أنه مباح قال عند أبي الحسن الخرزي وهو من الحنابل كما مر معنا قبل في اسمه وفي مذهبه والصيرفي العجيب أن المصنف ذكر الصيرفي وحده والصيرفي هذا من فقهاء الشافعية وقد شرح الرسالة ولا أدري لما ذكره بين فقهاء الحنابلة فلعل والعلم عند الله عز وجل لا أدري أقول ربما وقد أكون أنا المخطئ أنه التبس عليه الصيرفي الحنبلي فإن هناك صيرفي حنبلي نقل عنه في الفروع وسمى كتابه بالنوادر أقول ربما لكن المراد هنا هو الصيرفي الشافعي المعروف وهو من علماء الشافعية قال وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره أي وغيره من علماء المذهب الذين نصوا على الوقف ممن نسب له هذا القول يعني نسب هذا القول لأبي محمد ابن قدامة وليس كذلك كما سأذكر لكم بعد قليل وغيرهم من أهل العلم ونسب لكل من قال بعدم التحسين والتقبيح العقلي كما ذكره المصنف في القواعد الأصولية طيب قبل أن ننتقل للتخريج هنا ذكر المصنف ثلاثة أقوال هناك قول رابع أغفله المؤلف والقول الرابع أننا نقول أننا نقول إنها ليست مباحة وليست محرمة حتى يرد الشرع بها فلا نقول إنها محرمة ولا مباحة ولا نقول إننا متوقفون بل نقول لا حكم لها وهذا القول هو الذي صرح به ابن قدامة فإنه قال إن هذا هو اللائق بالمذهب وبنصوص الشرع وهذا القول هو الذي اختاره جمع من المحققين كبن قدامة والشيخ تقي الدين ابن تيمي رحمه الله تعالى وابن القيم في المدارج وغيرهم كبن حمدان وغيرهم وهذا هو الأقرب أنه لا حكم لها قبل ورود الشرع نعم لا حكم لها لا نقول هو مباح ولا نقول إنه محرم ليس لها حكم قبل ورود الشرع طبعا سيأتي أنه هل يوجد شيء قبل ورود الشرع هل لها ثمر أم لا سيأتي نعم لماذا نقول إنها لا حكم لها لأن من الأصولنا أن الإباحة حكم شرعي والحكم شرعي لا بد فيه من دليل ولم يرد دليل فحين إذن نقول ليست حكم شرعي نعم فعله لا إثم بالتناول نعم قوله فعليه أي فعل القول بالتوقف هو القول الثالث الذي أورده المصنف لا إثم بالتناول أي لا يأثم بتناوله ذكر ابن قاضي يعني أنه يقول إلى أنها مباحة هذا رأيه قال كفعل البهيمة لأن البهيمة تأكل ولا يوصف فعلها بالتناول طبعا هذه المسألة وهي قضية هل التوقف هو القول بأنه لا مذهب بعض الناس فهم ذلك منهم المصنف وذلك المصنف نسب هذا القول لبن قدامه والمحققون كشي اختقي الدين وغيرهم فرقوا ومنهم بن قاضي الجبل وابن قيم وغيرهم فرقوا بين التوقف فيقول إن لها حكما لكن لا نعلمه وبين القول بأنه لا حكم لها فإن القول بأنه لا حكم لها هو الأنسب نعم وفي إفتائه لستناول خلاف الله نعم قال وفي إفتائه يعني هل يصح للمرء أن يفتي بالتناول قبل ورد السمع قال فيه خلاف لنا فعلى القول الأول لا إثم وعلى القول الثاني أنه لا يفتي وهذا الذي صحح هو المرداوي أنه لا يفتي طبعا هذا بنانا على القول بالتوقف أو بنانا على القول بأنها على الحضر أو الإباحة نعم نعم هذه المسألة نعم هذه المسألة نعم هذه المسألة وفي إفتائه من أفعال فإن الأفعال بإجماع أهل العلم قبل ورود السمع يوصف بعضها بالوجوب وبعضها بالحضر فيحضر من أفعال المكلفين الشرك قبل ورود السمع ويحضر كذلك من أفعال المكلفين ويؤمر كذلك بفراد العبادة ومعرفته سبحانه وتعالى مأمور به أو مطلوب خلنا نقول إنه مطلوب لنقول إنه مطلوب قضية العذاب هذه مسألة أخرى لكنه مأمور به ابتداء وذلك قلت لكم فرق بين الأمر وبين العقوبة عليه كما نقول عن الشيخ القيدين أنه قال وأما العذاب فبالرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا الذي رد به القاضي أبو يعلى على من قال إن الأفعال حكم وحكم الأعيان فالصواب أن بينهما فرقا بقيت عندنا المسألة الأخيرة وهي قضية العقود هل العقود ملحقة بالأفعال أم ملحقة بالأقوال عندنا فيها طريقتان الطريقة الأولى وهي طريقة أغلب علماء المذهب أنهم يقولون إن العقود والمعاملات ملحقة بالأفعال وبناء عليه فإنه على قول ابن عقيد يجري فيها الخلاف وعلى قول الأول لا يستفيها الخلاف وإنما فيها تكون مسألة منفصلة وقد ذكر القاضي أو ذكر ابن قاضي الجبل ابن قاضي الجبل أن العقود والمعاملات ملحقة بالأقوال ملحقة عفهم بالأعيان تهدث بدأت أتعب ملحقة بالأعيان ملحقة بالأعيان ذكر هذه المسألة طيب آخر مسألة نختم بها درسنا اليوم كاملا وهي قضية هل لهذه المسألة ثمرة أم لا ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى أن بعضا من أهل العلم قال إن هذه المسألة لا ثمرة لها ولا فائدة لها لأنه ما من شيء إلا وقد ورد الشرع به إما إباحة أو حضرة أو دليلا كليا وهذا هو الأظهر بذلك لكن قال يمكن أن يستدل بهذا الفقه بأن يقول الشخص بحثت عن دليل فلم أجد في المسألة فالأصل كذا نقول إن قوله إن الأصل كذا هو في الحقيقة سمساك بدليل شرعي عام فعندنا فرق بين الأصل الإباحة وبين مسألة حكم الأعيان والأفعال قبل ورود السمع عندما نقول الأصل أي بالشرع وأما قبل ورود السمع فليس لها ثمرة لأن الشرع كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فشرعنا بحمد الله عز وجل كامل لا نقص فيه قد يخفى على بعض الناس حكم ومسألة لكنه كامل لا يخفى على جميع الناس إذن حقيقة المسألة كما أشار له القاضي أبو يعلى نقل عن بعض علماء مذهب أنها لا ثمرة لها في الفقه وإنما تكون مسألة خبرية في الأمور السابقة وهذا هو الأليق بالنصوص الشرعية هو الأليق وذلك قال الموفق والشيخ تقي الدين أن الأليق بالنصوص وبالمذهب الفقه أن نقول لا حكم لها ليس لها حكم فلا ينبني عليها أي ثمرة لا نقول إن لها حكم مطلقة نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم الدرس القادم من شيئة الأعزوجل نبدأ في الحديث عن الحكم أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع نأخذ بعض الأسئلة فيما يسمح به الوقت أخونا يقول هل الخلاف في إدخال حكم المباح في الأحكام التكلفية له ثمرة أم لست له ثمرة هذا درسنا القادم إن شاء الله إن أمكن وتيسر أن نصل للمباح عندنا مسألة كاملة في قضية المباح هل هو من الأحكام التكلفية وما ينبني عليه يقول مسألة تضمين حروف الجر يعني قصده يعني إن كان يقصد بتضمين حروف الجر يعني أن بعضها يقوم ما قام بعض فإن بعضها يقوم ما قام بعض لكن لا بد من دليل يدل عليه يقول تعليل أفعال الله ومسألة التحسين والتقبيه العقلي من المسائل الغامضة نوعا ما فهل هناك كتابة تيسر فهم هاتين المسألتين هي سهلة جدا ليست صعبة يعني أنا أظن الملخص الذي ذكرت لكم قبل قليل يوجز هاتين المسألتين وما زاد عنها لا حاجة لك به لا حاجة لك اللهم إلا بعض التفريعات مسألة التحسين والتقبيه العقلي يعني كتب فيه رسالة جيدة لدكتور عائض الشهراني في ثلاث مجلدات جيدة وهي موجودة ومطبوعة يقول المصفة في أصول فقل أحمد بن محمد الوزير الحقيقة ليس عندي ولم أقرأه لكن سمعته بعضا يثنون على هذا الكتاب في سهولة نفظه ولكن لم أحصل على أي نسخة منه لم أرى هو متأخر مات في القرن الماضي يعني بعض الذين اتركوا ربما أحياء عند حتى ذكر أخون الجزاء الأخير تقريبا 1300 أو وبعد السبعين فلغته سهلة ولا أدري أهم بيت الوزير أهل تهامة أو من غيرهم لأنه إن كان من بيت الوزير أهل تهامة فقد يكون زيديا وأصول الزيدية هي أصول معتزرة في أصول الفقه وأجود من خالفهم من من كتب بهم الصنعاني في كتابه شو اسمه السول لا ليس أرشاد السول أو أرشاد السائل أظن اسمه مع أنه وقع في بعض الأمور التي وقع فيها الزيدية والزيدية قدرية تعرفون هذا الشيء حتى أن من ألف في طبقات معتزلة طبقات القدرية يريدون فيها تراجم الزيدية والشيخ الإمام يحيى بالخير العمراني اليماني الزبيد توفى سنة خمسمائة وثمانية وخمس لما أراد أن يرد على الزيدية ألف كتابه سمى الانتصار في الرد على القدرية الأشرار فلهم في مساء الأصول إشكالات كثيرة وذلك أنا لا أعلم هذا الكتاب يقول مبدأ اللغات الاصطلاحي فما الجواب عن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها هذه من الاستدلالات التي أطالع عنها بالحاجب ذكر الاستدلال ورده في من قال إنها يعني اصطلاحية لكن هذا الدليل يدل على أن الله عز وجل علم الأسماء كلها التي هي بنيت عليها الأصول أو أنه جميعها فتكون جميعها توقفية كما هو قول الأكثر والمسألة عموما مقبولة الاستدلال طيب يقول ما هو تحرير المذهب في مسألة دخول المحدود في الحد المذهب المعتمد عند الأصوليين وعند الفقهة في التطبيق أنهم يقولون أن الحد لا يدخل المحدود إلا في قرينة إذا جاءت القرينة الدالة على الدخول فإنه يدخل وبناء عليه فإن ما ذكره أو وكر عبد العزيز أن الحد إذا كان جزءا من المحدود قد تكون قرينة يقول هل كتاب منهج السالكين يشبه كتب الحنابلة هو من كتب الحنابلة لا شك هو على طريقات الحنابلة منهج السالكين أخذ عمدة الفقه لابن قدامة بل بعض الأبواب لم يغير حرفا إلا شيئا يسيرا هو عمدة الفقه ولكنه عدل كثيرا من جمله وخاصة في البدايات فهو أسهل عبارة مع حذف كثير من حشوه وإلا في بعض الأبواب أظن أنه كتاب الأطعمة نفسه بالنص أو الذكاة نسيت الآن نفسه بالنص العمدة فالأصل عنده العمدة يبدو أن العمدة أمامه مع أن الشيخ كان يحفظ الدليل ويحفظ الزاد لكن حفظ الدليل أقوى بدليل أنه يغير العبارات بعبارات الدليل الطالب فدل على أن حفظه للدليل أقدم ربما أو أظهر لا شك أنه من أحسن الكتب التي يبدأ بها طالب العلم بل أنا لا أعرف كتابا يبدأ به طالب العلم أنسب من منهج السالكين لا أعرف كتابا أحسن منه أول كتاب يبدأ به الفقه منهج السالكين هذا كتاب وفق الله عز وجل مؤلفه أن يكتبه بطريقة سهلة يكفيك أن فيه قيل أذكر محقق نسيت الآن بالضبط أظن قال فيه أربعمائة آية وحديث يعني عدد أظنه قال هذا عدد ونسيت ترجع لمقدمة المحقق يعني عدد ضخم جدا سهله لطالب العلم وسهل عليه العلم ثم بعد ذلك ينتقل لما بعده من ما يذكر قال هل ابن اللحام وافق الأشاعر في مسألة التحسين والتقبيح كما يفهم من كلامه فالعقل لا يحسن ولا يقبح لا لم يوافقهم وإنما هو يعني هو معروف عداية بكلام شيخ الإسلام تيمية ولكن ربما بعضهم ينفي التحسين والتقبيح ويقصد بالتحسين والتقبيح الإيجاب والتحريب وخاصة لمن لم يكن غائصا في هذه المسألة بعينها وبعضهم يحكي من باب التقليل لمن باب التحقيق وأما التحقيق فالتحسين والتقبيح ثابت في العقل لا أحد ينكره كما قلت لكم الشيخ الآن يقول لا ينكره عاقل وكذا كم قيم يقول هل يشترط لضبط الأصول أصول الفقه حفظ متن جامع فيه إن حفظت فهذا الأحسن والأفضل والأتب وإن لم تحفظ فاستظهر احتس على استظهار الناس يختلفون بعضهم يحفظ وبعضهم لا يستطيعوا الحفظ بعضهم يحفظوا المنظوم بعضهم يحفظوا المنثور الناس يختلفون ولو جعل الناس على سنة واحد وطريق واحد ما كل واحد يستطيع ربما شخص ضعيف في الحفظ لكنه لما توجه من طريق آخر أجاد ففاق صاحبه الذي يحفظ في باب آخر وذلك من الخطأ أن شخص دائما يعني يرتبط مع أخيه وزميره في منهج واحد أنا قد أكون أسرع منك في الحفظ أو أن تكون أنت أسرع مني في الحفظ فتضعفني أنت أسرع مني في الحفظ فأضعفك أو تلقي إلي بملامة في نفسي أنني لا أحسن العلم إنسان يشغل بنفسه ولكن مع ضيره من باب المنافسة للارتباط الكل متى يقف الدرس الاختبارات وهل نأخذ إجازة سنأخذ إجازة شخصة الاختبارات لكن لا أدري كم بقي على اختبارات كم بقي على اختبارات المعهد سبوع وقت بس معقول المعهد لا يبقى عليها من أسبوع المعهد للمعهد قبل الشريعة أسبوع القادم آخر شيء لا حول أن أقول تلاب أجل أسبوع القادم آخر شيء لبعدها اختبارات أنا كان بودّي لن تأخرنا في الفسح شوية تأخر شوية بعض الأمور لكن مثل ما قلنا في الزاد نبدأ في الاختبارات أو نقف ما رأيكم أنا أسأل الناس إلا أبو عبد الرحمن وهم معه مثل أبو فزيفة نقف أو لاستمر لو نأخذ على قل السبوع أيضا أنت شيخ سعود نستمر نقف آجة خاص نقف أيضا إذن ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدنى أظن أننا باقي ثالث سابيع أو أسبوعين أنا كنا نخفض جذول إذن ما بقي إلا أسبوع واحد طيب أسبوع إن شاء الله على الأقل نأخذ فيكم حال نزيد نصف ساعة أسبوع قادم نزيد شوية على الأقل ننهي الأقل للحكم أنواع الحكم قدر استطاعها وأختصر في الشرح بإذن الله أزوجي أخونا يقول ما هي عاقدة الطوفي علمها عند الله لأنها في نفسه لكن الذي أظهره أن عنده رفضا وقد قال عن نفسه أشعري حنبلي رافضي هذه إحدى الكبر هو يسمي نفسه رافضي وفي بعض كتبه خاصة في الإشارات الإلهية وفي غيرها بعض الكلام الذي لا يحسن فالطوفي في بعض كتبه كذا هل في آخر حياته حسن أمر كما نقل عنه نرجو ذلك بإذن الله عز وجل قيل أنه استتاب واستتابه القاضي مسعود الحارثي صاحب الشرح المقنع استتيب وأعلن توبته مثل ابن عقيل استتيب فأعلن توبته علمها عند الله عز وجل لكن في مساء الفقه لم يعب عليه شيء كثير وفيما أساء الأصول قبل قوله في الجملة وأما ساء الاعتقاد فقيل إنه قد تراجع والعلم عند الله عز وجل ذلك الذي أظهره فيه بعض الانحراف الواضح قال من هم الجمهور عند الفقهاء والأصوريين عند الأصور قلنا نتكلم في الأصوريين الأصوريون ليس لهم مصطلح في الجمهور فتارة يطلقون بالجمهور يقصدون بهم جمهور الفقهاء وتارة يطلقون الجمهور ويقصدون بهم جمهور المتكلمين أي في علم العقائد وتارة طبعا لا أقول المتكلمين الذين يعنون بعلم الكلام وإن نقول المتكلمين في علم العقائد سواء على طريقة أهل السنة أو غيرهم وتارة نطلقون بالجمهور أي جمهور متكلمين في علم الأصول فليس لهم مصطلح واحد بل أحيانا يطلقوا على جمهور اللغويين كما مر معنا فليس لهم مصطلح واحد لنقول إنهم يستخدمون بخلاف الفقهاء فإنهم يقصدون بالجمهور قول الأكثر ولذا ربما نشير إن شاء الله بعد ذلك الترجيح بين الأقوال بقول الأكثر والأعم إن شاء الله يقول ما معنى المناسب بين اللفظ والمدلول المدلول هو المعنى واللفظ هو المبنى فهل بين المبنى والمعنى مناسبة ذاتية أم لا بمعنى أنه إذا جعل لفظ على معنى معين سواء كان هذا الوضع توقيفيا أو أنه تواضع اصطلاحي من الآدمين هل لا بد أن يكون بين اللفظ وبين المعنى الذي يجعل له مناسبة أم لا لا ليست مناسبة صوتية وإن مناسبة دلالية الدلالة وذلك بنى ابن فارس كتابه مقاييس اللغة على هذا المعنى وهو أن كل معنى يكون مأخوذا من لفظ فإن بينهما مناسبة قد يكون في بعضها تكلف حتى نظروا إلى الحروف فقالوا إن بعض الحروف تدل على معنى بهذه الهيئة وهذه من المناسبات التي قد تخفى على مناسبة وتظهر لآخرين فالعلم فالعلوم وعلم اللغة واللغويات المطويل جدا هذا أجبت عنه يقول يعني ألا يستدل بقول عزيزيوه الذي خلق لكما في الأرض جميعا تدل على الإباحة نقول هذه ليست مسألتنا هذه الآية تدل على أن الأصل في الشرع الإباحة نحن نتكلم قبل ورود الشرع وقد ذكرتها في آخر كلامي أن هناك فرق بينما نقول الأصل الإباحة وبيننا نقول إن الأعيان قبل ورود الشرع على الإباحة فرق بين ثنتين قبل ورود الشرع لا حكمة كما قال المقدامة وأما بعد ورود الشرع فكل شيء فيه حكم إما بالنص أو بالعموم وهو الكليات فكلامك صحيح لكنها غير مسألتنا مسألة أخرى قد نذكرها في باب الاستصحاب سيأتينا إن شاء الله في الاستصحاب يقول ما ستأثر بعض الحنابلة بالأشاعر المحاكاة والتقليد بعض الناس لا يعرفوا المسألتها وكثير من الناس ينقل ابن عادر صاحب اللباب يون قال ابن اللباب ابن عادر في اللباب ابن عادر في اللباب حتى إن بعض المشايخ يقول لو وددت أن أرى هذا الكتاب وهو الشيخ محمد بن مانع توفي قبل خمسين سنة يقول أريد أن أرى هذا الكتاب الذي هو في ثلاثين مجلد طبع الكتاب ما هو هو تفسير ابن الخطيب الذي هو الفخر الرازي كثير من الناس ينقل الكتاب ويكرره يكرر ما في الكتاب كما هو ويكرر نفس العبارة نقل عن غيره فهناك فرق بين الناقل والمحاكي وبين المقرر فرق بين الاثنين فكثير من أهل العلم دخل عليهم بعض الخطأ لا أقول بين الأجر والأجر بل لأنه أخطأ باب الخطأ أرجونا باب الخطأ وليس باب الاعتقاد الذي أخطأ فيه فيكون مجتهدا فيه وإذا إن شاء الله أولى بينهم قال هل هو الخرزي أم الجزري الصواب الخرزي قيل الجزري في بعض النسخ وبعض الكتب ولكن الصواب أنه الخرزي يقول ما الفرق بين الذكر الحكمي وما عنه الذكر الحكمي ذكرناه في الدرس الأول أظن أو الثاني الذكر الحكمي هو هو اللفظ هو الذكر الحكمي الذي يدل على معنى وما عنه هو مفهومه فقط وصلى الله وسلم عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا